بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الوقتة من لساني يفقه قولي أهلا بيكم طلاب سنة أولى إعدادي إن شاء الله يا حبيبي وصلنا مع بعض النهاردة عند الوحدة الثالثة علوم المنهج الجديد ترمى أول اللي هي بعنوان الكائنات الحية وتركبها وعملياتها الوحدة دي هسنة أولى فيها تلت دروس الدرس الأول اسمه الخلايا والحية وده موضوعنا النهاردة إن شاء الله الدرس الثاني اسمه الصفات العامة الكائنات الحية الدرس الثالث اسمه المايكروبات تعالوا النهاردة يلا نبدأ بالخلايا والحية وطبعا الوحدة دي وحدة أحياء يعني لما نيجي نصنفها وحدة أحياء طيب يلا كده نبدأ طبعا هي من الوحدات الجميلة جدا الممتعة الشيقة وإن شاء الله إحنا دعمين الفيديو ده إن شاء الله فيديوهات تشوفها يعني هتحببك في الشرح جدا يعني اتعمك كده في الفيديو وخليك كامل والآخر هتلاقي في فيديوهات هتحبها جدا فيديوهات تعليمية وفي ألعاب معينة كده ساعت بندخلها ندعم بها الشرح فالفيديوهات ديات متعوب عليها ويا بتتعمل ماشي مش مجرد فيديو بعمله لك ورمولك وخلاص لا ده فيديو متعوب عليه فأنت ياريد تقدر المجهود ده طبعا هو إحنا الأجر إحنا طلبينه من ربنا مش طلبينه من حد يعني تمام بس إنت من باب التأدير بس إنت بتحط لايك على الفيديوهات اللي بتهدم ما بتبنيش طيب ده فيديو تعليمي لو إنت شغلت دماغ شوية هتلاقي إن التعليمي ده المفروض إن هو بيبني ما بيهدمش طب فأنت فيها إيه لما تحط لايك عشان تدعم الفيديو ده فما تنساش تحط لايك الجميل بتاعها تحط لايك الجميل بتاعها ويلا نبدأ كده حلوين الدرس الأول بتاعنا بعنوان الخلايا والحياة طيب هو هنا خلي بالك هو الخلايا ربطها بالحياة يا سبحان الله يعني إحنا هناخد الخلية خلية ديت هي إحنا زي ما إحنا خدنا في الدرس الأولين فاكر إنت المادة آه يا مصدر فاكره كانت المادة بتكون من جزائيات والجزائيات بتكون من زرات الزرة ديت هي وحدة بناء وتركيب جميع المواد جميع المواد اللي في الكون متكونة من زرات نفس الحكاية الكائنات الحية بقى لو أنا بتكلم عن الحياة هي كلمة كائنات حياة جاية من كلمة حياة يعني حية يعني عيشة آه قال لك يعني الكائنات الحية بقى يا مصدر قال لك الكائنات الحية برضو بتتبني من حاجات صغنونة خالص اسمها خلايا وحدة بناءها هي لايه الخلايا يبقى وحدة بناءها هي الخلايا اه تمام كده يا مصدر انا كده بدأت ايه يعني اتعمك شوية وافهم شوية طب تعال كده يلا بقى نبدأ في الدرس بتاعنا يا سنة اولى الخلية وحدة بناء وظيفة الكائن الحي احنا قلنا المادة تخيل كده معايا ده مادة المادة دي فيها ايه قالك بتكون من جزيئات جزيئات اللي هي الكور الصغنونة دي قدامك ايه كل واحدة من دي اسمها جزيئ طب الجزيئات بتكون من ايه بقى المادة بتكون من جزيئات والجزيئات بتكون من زرات تمام الزرة ديها مصدر هي وحدة بناء وتركيب جميع المواد اللي موجودة بجميع المواد كان اصلها ايه بجميع المواد كده المواد كلها اصلها كان زرات المواد كلها اصلها ايه اصلها بتتركب من زرات طيب والزرات زي ما احنا كنا درسينها انها فيها نواب وفيها إلكترونة بتدور حول النواد دي الزرة الوحدة طيب يعني معنى كده أن أنت عايز تقول للزرة هي وحدة بناء وتركيب جميع المواد أو عايز أقول لك أن الزرة هي اللي بتبني جميع المواد طيب وبنفس الفكرة بالزبط وبالمثل لو أنا هاخد المثل ده بقى هطبقه بس المرة دي على الكائنات الحية تمام هنا كانت مواد المواد ديات كانت أشياء أجر حية يعني مثل الحيطة زي مثلا الحديد زي مثلا النحاة زي مثلا الألمونيوم قال لك دي حاجات غير حية أشياء غير حية أما هنا قال لك لو هطبق الكلام ده بقى على الكائنات الحية قال لك هطبق الكلام ده على الكائنات الحية وعلى رأس الكائنات الحية أنت عندك الكائنات الحية اللي عايشها هي إيه الإنسان الحيوان النبات تمام كده طيب فالكائنات الحية دي وعلى رأسها الإنسان الإنسان ده يعتبر هو أرقى الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض قال لك دي بتتكون من وحدات بناء ابسط يبقى واحدات بنائية ايه ابسط يعني صغرنا جد ازاي تعالى كده جسم الانسان زي ما انت شايفو كده عبارة عن ايه قال لك جسم الانسان ده مصطر عبارة عن شوية اجهزة يبقى مجموعة من الاجهزة يبقى جسم الانسان ده شوية ايه اجهزة اللي هي زي ايه الاجهزة دي عندك مسلا زي الجهاز التنفس اللي قدامنا ده الورقتين والقصبة الهوائية والانف عندك مسلا زي الجهاز الهضمي اللي هي زي المعدة اه والامعان الضكيقة والامعان الغليزة وغير قال لك والمرين طب عندك زي مسلا الجهاز الدوري القلب والاوعية الدموية عندك زي الجهاز العصبي المخ والاعصاب قال لك دي كلها اسمها اجهزة الاجهزة دي متركبة مع بعضها زي ما انت شايف كده فكونتلي في الاخر الانسان قال لك يبقى الاجهزة طب يبقى ازا الجسم بيكون من ايه جسم الانسان بيكون من اجهزة طب بالاجهزة بتكون من حاجات اصغر شوي لو انا مسكت الجهاز وحللته مثلا انا مسك جهاز زي الجهاز الهضمي بتكون من حاجات اصغر اسمها اعضاء يبقى الجهاز بتكون من مجموعة اعضاء دول اصغر منه يبقى العضو اصغر من الجهاز لانه حتة منه العضو ده حتة من الجهاز فهنا العضو قالك الاجهزة بتكون من اعضاء زي مثلا هنا الجهاز الهضمي بتكون من الفم ادعو عضو المريء ادعو عضو تاني المعدة أدو عضو ثالث الأمعاء الضقيقة أدو عضو رابع الأمعاء الغليزة أدو عضو خامس قالك دي كده اسمها أعضاء طيب الأعضاء دي بتتكون من إيه قالك بتتكون من أنسجة يبقى الأعضاء بتتكون من إيه من مجموعة أنسجة النسج ده قدر أشبهولك بإيه شفت أنت لما تجيب الكبد بتاعة الفرخة وتقطعها شريح آه شريحة منها كده دي اسمها نسج شفت اللان شو لما بتقطعها شريح الشريحة دي هي الشريحة دية اسمها نسج فهنا كل عضو العضو لو أنت مثلا مسكت الكبد وقطعته كده الشريح قالك الشريحة ديت اسمها نسجة فهنا كل عضو بتكون من مجموعة أنسجة كل عضو بتكون من نجمات إيه أنسجية مثلا لو خدنا المعدة بص كده نسج المعدة قدامك طيب الأنسجة بتكون من حاجات أصغر اسمها إيه اسمها خلايا يبقى الأنسجة دي اللي بتكوني النسجة تkeys الجهة الخلايا تمام افتكر الحصيرة مش عارف انتو تعرفها ولا ايه الحصرة دي بتبقى ايه لو بصيت عليها قالك هتلاها عود جنب عود جنب عود جنب عود كده هتلاها عواد كده جنب بعضها بس طبعاً بتبقى لزقة ببعضها مفيش الفراغات دي قالك تخيل بقى كل واحدة من دية خلية كل شرطة من دية او كل عمود خط من دا كده او كل عود من دا خلية فاتكونوا مع بعض وتربطوا جنب بعض عامول لي في الاخر ايه السجادة او عامول لي في الاخر الحصيرة تمام كده قال لك الحصرة دي بقى اعتبرها هي النسيج والنسيج ده بيكون من ايه من حاجات اصغر كده عمود جنب عمود جنب عمود جنب عمود او خط جنب خط جنب خط جنب خط اعتبرها هي دي بقى الخلايا والخدود دي هي الخلايا تمام يبقى ازا النسيج بيكون من مجموعة خلايا نسيج الواحد بيكون من مجموعة ايه خلايا طيب ده كده شكل الخلية تكون تخطف ابتداء يبقى ازا اصغر حاجة في جسم الانسان تكون هي ايه الخلية تمام طيب وطبعا بقى لو انت عايز الاصغر في عندك الخلية دي بتتكون من عضيات تمام لغاية ما هنوصل برضو في الاخر انه بيتكون من زرات جسم الانسان ده برضو اصغر حاجة في ايه الزر تمام فاذا هنا يبقى انت عندك هنا جسم الانسان اصغر حاجة فيها مصطر هي الخلية دي وحدة بناءه اللي بتبني جسم الانسان الخلية وخلية مع خلية مع خلية مع خلية تكون نسيه نسيج مع نسيج يكون عضو عضو مع عضو يكون جهاز جهاز مع جهاز يكون جسم إنسان أو جسم كائن حي طيب يبقى زي ما أصغر حاجة في المادة هي الزرة وزي ما أصغر حاجة في الكائن الحي وأرقهم الإنسان هي الخلية فموضوعنا النهار ده عن الخلايا يبقى ما تستعجبش من موضوع الدرس قالك يبقى إذن الخلية هي أصغر وحدة بنائية خلي بالك بنائية دي يعني بتبني بناء بنائية يعني بتبني جسم الكائن الحي يبقى هي أصغر وحدة بنائية في الكائن الحي زي الحيطة عندك يا مصدر لما أجي أقول لك الحيطة لما كنا بناخد الحيطة الحيطة دي عبارة عن إيه؟ الحيطة دي بتتكون من أولب طوب تحت بعضها جنب بعضها مترقصصة جنب بعضها يبقى أولب عبارة عن أولب طوب يبقى لما أجي أقول لك أصغر حاجة في الحيطة هتقول لها إيه هي قلب الطوب تمام؟ نفس الحكاية الكائن الحي أصغر حاجة فيه إيه هي الخلية يبقى نفس الحكاية الكائن الحي أصغر حاجة فيه إيه يا مصدر هي تبقى هي الخلية يبقى الخلية هي أصغر وحدة بنائية اللي بقى لك من كلمة بنائية يعني بتبني الكائن الحي طب هي بتبني بس يا مصدر لا ما بتبنيش بس تبقى بتقوم كمان بالعمليات الحيوية اللازمة للحياته أو الاستمرار لحياته قال لك وكمان الخلية ده هي بتعمل مجموعة من العمليات الحيوية اللي بقى لك من كلمة حيوية يعني جاي من كلمة حياة برضو عشان تخليه عايش حيوية دي مرتبطة بكلمة حياة يبقى الخلية بتعمل مجموعة من العملات الحيوية المختلفة اللازمة لإيه العمليات دي بقى العمليات ده هي لازمة لازم لإيه قال لك لاستمرار الحياة عشان يدنه عايش وإيه اللي يموت بدونها يبقى إذن الخلية هنا أنا خرجت منها بحاجتين بتعمل حاجتين بتبني ولذلك هي أصغر وحدة بنائية في الكائن وتاني حاجة بتقوم بوظيفة اللي هي الوظيفة بتاعتها بتقوم بمجموعة من العمليات الحيوية اللازمة لازمار حياة الكائن الحي طب يديني أمثلة على العمليات الحيوية دي يا مصدر خد عندك أول عملية عندنا وهي التغذية تخيل المام الأكل اللي بتاكل قال لك التغذية دي قال لك التغذية دي مهمة لازمار الحياة وإلي لو الأكل تمنع أو أنت قطعت الأكل تموت قال لك يبقى هنا التغذية دي عمليات حيوية طب رقم اتنين عندك النمو النمو دي عمليات حيوية أنك تكبر يعني ما أنت لما هتاكل هتكبر هتكبر يعني هتنمي رقم ثلاثة عندك التنفس التنفس دي عمليات حيوية لو أنت قطعت النفس أو كتمت نفسك اللي يحصل لك هتموت قال لك يبقى إذن هنا النفس دي عمليات حيوية يبقى إذن العمليات الحيوية عندك التغذية النمو التنفس يبقى التغذية المام الأكل لما بتاكل بتكبر يبقى النمو وعندك بتتنفس التنفس اللي هو عن طريق الشهيق والزفير نفس خارج اسمه زفير ونفس داخل اسمه شهيق تمام؟ قالك يبقى دي اسمها التنفس قالك يبقى تاني يبقى انت عندك الخلية بتقوم بمجموعة من العمليات الحيوية المختلفة العمليات الحيوية دي مهمة لاستمرار الحيوية زي التغذية زي النمو زي التنفس طيب يبقى ازم بقى يلا نستنتج مع بعض ان الخلية هي وحدة الوظيفة في الكائن الحي يبقى زيما هي وحدة بناء فهي كمان وحدة الاي الوظيفة يبقى ازم الخلية كده لا حكته تنساهمش الخلية هي وحدة البناء هي ادى وحدة يبقى كده وحدة بنائية تاني حاجة نستنتج كمان lخلية هي وحدة hiding الوظيفة يبقى بتبني ولها وظيفة تمام مهياش قاعدة عطلة لاووزيفة يبقى ازا يلا بقى نعرف الخلية يبقى الخلية هي وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحيي يبقى وحدة البناء والوظيفة البناء عارفينه ان هي بتبني جسم الكائن الحيي. اما الوظيفة يعني بتقوم بمجموعة من العمليات الحيوية اللازمة للاستمرار الحياة. زي العمليات الحيوية دي زي التغذية زي النمو زي التنفس. طيب تعfounder كده ييجي يسألك سؤال يقولك اي الوحدات التركيبية التالية هي الاعلى مباشرة من الخلية طب الاعلى من الخلية يعني اللي جاي قبلها لانه بقول لي الاعلى مباشرة منه طب هي خلية مع خلية تكون لي ايه انك خلية مع خلية كانت بتكون لي يا مصدر نسيج فاكر انت الحصرة لما قلنا عود مع عود مع عود يكون لك حصرة اه فانفس الحكاية خلية مع خلية مع خلية تكون لي نسيج يبقى هو الاعلى حتى لو رجعت للرسم ايه الخلية لو طلعنا بقى العكسة الاعلى منها مباشرة الخلية يبقى اسمه ايه قالك يبقى اسمه النسيج يبقى الخلية تكون نسيج خلية تكون ايه نسيج طب والنسيج يكون عضو والعضو يكون جهاز قالك كده قالك طيب يبقى هنا يقوله بقى التركيب الاعلى مباشرة من الخلية هيبقى هو النسيج تمام ماشي طيب عندي بعد كده يجيو لك تصنيف الكائنات الحية تصنيف دي معنى كلمة تصنيف قبلتنا في الدرس رقم اتنين يا سنة اولى لو انت فاكر معاي اللي هو بتاع الجدول الدوري للعلماء الصناف العناصر تصنيف العناصر يعني معنى كلمة تصنيف ساعة وتلك يعني ترتيب للعناصر اهي نفس الفكرة هنا تصنيف الكائنات الحية يعني هعمل ترتيب لها ليه قالك لان عددها كتير فعددها عمالي اكتر فلو انا سبتها كده من عفيشة مش هعرف ادرسها قالك يبقى هنا رغم تشابه جميع خلي بالك من كلمة جميع دي الكائنات الحية في وحدة البناء والوظيفة يعني معنى يقصد بها ايه وحدة البناء والوظيفة يعني يقصد بها الخلية رغم ان الكائنات الحية كلها متشابهة في الخلية بتاعتها وكمان متشابهة في العمليات الحيوية اللي الخلية بتقوم بيها ليه زي التغذية زي النمو زي التنفس الا انها تختلف فيما بينها في الكثير من الصفات الاخرى يبقى رغم ان الكائنات الحية جميعوها متشابه في وحدة البناء والوظفة اللي هي الخلية كلهم بيتركبوا من خلية وفي العملية الحيوية اللي بتقوم بها الخلية إلا انهم بيختلفوا في الصفات الايه الأخرى طيب ونتيجة بقى للتنوع للتنوع الهائل ان حصل تنوع هائل في الكائنات دي أدى ذلك الى ايه بقى قالك ان ظهرت العديد من المحاولات لتصنيف هذه الكائنات بقى يبقى ظهر العديد من الايه المحاولات بدأ العلماء يفكروا انهم يرتبوها طيب السبب اللي خل العلماء يصنفوا الكائنات هو التنوع الهائل هو نتيجة للتنوع الايه الهائل طيب يلا انا عرف التصنيف يعني ايه اصلا تصنيف يا مصدر لما اجي عرف التصنيف ايه هو التصنيف ده قالك التصنيف هو ترتيب يبقى معنى كلمة التصنيف يعني ترتيب برتب مين برتب الكائنات الحية هرتبها فين قالك في مجموعات يبقى حطها في مجموعات حسب إيه? قال لك حسب أوجه storytابو والاختلاف بينها ليه كل ده أنا بتعب نفسي وبعمل كل ده ليه? قال لك عشان يسهل دراستي قال لسهول الدراستي, أدي السبب الأول ثاني حاجة إيه كمان? قال لك والتعرف عليها يبقى لسهول الدراستها والتعرف عليها تاني كده بالراحة التصنيف قال لك هو ترتيب الكائنات الحية هحطها فيه? قال لك في مجموعين هنحطها حسب إيه؟ أوجه والتشابو والاختلاف بينها ليه كل ده بتعب نفس ليه كده أنك لسهولة دراستها والتعرف عليه يبقى التصنيف هو ترتيب الكائنات الحية في مجموعات حسب أوجه التشابه والاختلاف بينه لسهولة دراستها والتعرف عليه وطبعا العلم اللي بيعمل الحكاية دي تسمع علم التصنيف وده علم متخصص أو بيهتم بتصنيف الكائنات الحية طيب تعالى كده يلا بقى نشوف بقى أسس تصنيف الكائنات الحية الأسس اللي احنا هنصنف على الكائنات الحية كتير بس احنا هناخد منها أساسين اتنين هنبني بيهم درسين الكائنات الحية هتصنف حسب إيه مصدر؟ حسب حاجتين أول حاجة هنصنفها حسب عدد الخلايا يبقى أول حاجة هصنف الكائنات الحية حسب عدد إيه؟ الخلايا المكونة للكائة تاني حاجة هصنف الكائنات الحية حسب تركيب النواة يبقى في حاجة متعلقة بالخلية وحاجة متعلقة بالنواة اللي موجودة جوه الخلايا أول حاجة الخلايا دي اللي بتبقى الأم الكبيرة دي الخلايا إذن أول حاجة نهاصنف الكائنات حسب عدد الخلايا تاني حاجة تركيب النواة عدد الخلايا تركيب النواة ممتاز تعالنا نبدأ الأول بعدد الخلايا لما جه صنف الكائنات حسب عدد الخلايا هصنفها النوعين في عندي كائنات وحيدة الخلايا وفي عندي كائنات عديدة الخلايا يبقى في وحيدة الخلايا من اسمها وحيدة الخلايا يعني تكون من خلايا واحدة بس وفي عديدة الخلايا يعني فيها ملايين من الخلايا زي مثل الإنسان هو ده كائن عدد الخلايا طيب يبقى إذا منحس عدد الخلايا يصنف الكائنات لكم نوع نوعين وحدة الخلية عددت الخلايا وحدة الخلية عددت الخلايا طيب منحس تركيب النواة هصنف الكائنات دي مصدر برضو لنوعين أول حاجة هصنفها إلى أوليات نواة وتاني حاجة حقيقيات نواة يبقى فيه اوليات نواة وفيه حقيقيات نواة اوليات نواة حقيقيات ايه نواة يبقى ده كده من حيث تركيب النواة يبقى من حيث تركيب النواة عندي اوليات النواة وعند حقيقيات الايه النواة من حيث عدد الخلية فيه وحيدة الخلية وفيه عديدة الخلية تعال يا الله نبدأ بقى ايه التصنفات دي نبدأ اول حاجة بالكائنات وحيدة الخلية والكائنات عديدة الخلية نبدأ باول نوع وهي وحيدة الخلية كائنات وحيدة الخلية دي يا مصدر مالها؟ قال لك دي لما نجي نوصفها هي كائنات حية دقيقة يعني صغرنانة جدا معنا كلمة الدقيقة دي يعني صغر جدا تتميز بمجموعة خصائص إيه خصائصك بقى؟ رقم واحد جسمها يتكون من خلية واحدة وياسمها كائنات وحيدة الخلية يعني جسمها في خلية واحدة ولذلك يطلق عليها إيه؟ يطلق عليها كائنات وحيدة الخلية يبقى السبب اللي خلينا نقول عليها كائنات وقالت خلينات جسمها في خلية ايه واحدة طب رقم اثنين قالك من ضمن خصائص الكائنات الدقيقة دي قالك انها غير متخصصة خلية بتاعتها دي غير متخصصة يعني ملاش تخصص معين هي بتاعت كله زي ما بنقول كده ماشي قالك يعني ايه عاملة بالضبط زي الممارس العين دكتوري فيه كده طبيب يقولك اسمه ممارس عين ممارس عين ده يعني ايه يعني بتاع كله بتاع ايه كله قالك هو نفس الفكرة هنا في الخلية دي قالك الخلية بتاعت الكائنات وحتة الخلية دي يعني غير متخصصة يعني ملاش تخصص بتاعت كله يعني ايه قالك يعني بتقوم بجميع العمليات الحيوية اللازمة لاستمرار الحياة يبقى اذا غير متخصصة يعني ايه غير متخصصة يعني بتقوم بجميع العمليات الحيوية ملهاش وظيفة معين لا هي بتقوم بجميع العمليات الحيوية اللازمة لاستمرار الحياة طب رقم ثلاث من خصائص الكائنات وحت الخليق ايه كمان يا مستر قالك ان هي لطرى بالعين المجردة مش هفهاش بعناي ولذلك انا وصفتها في القلب انها ايه دقيقة يبقى لطرى بالعين المجرد وانما ترى بايه ترى بقى بالجهاز اللي قدامنا ده الجهاز اللي قدامنا ده اسمه ايه اسمه الميكروسكوب الضوئي اللي بقى لك بقى منه اسمه الميكروسكوب الضوئي الميكروسكوب الضوئي ده اللي فوق دي اللي احنا بنبص منها دي اسمها عدسة اللي فوق دي اسمها عدسة عينية عدسة عينية يعني من اسمها يعني ببص فيها بعنية ولذلك اسمها عدسة عينية واللي تحت دول اسمهم عدسات شيئية ثلاثة عدسات فيه كبرى ووسطى وصور اسمها عدسات شيئية ماشي تمام طيب ودي طبعا منصة المجهر تمام وفيه هنا اللي هما اللي بيثبتوا للشريحة تمام المهم يعني هو ده الجهاز يعني مش مطلوب منك بياناته بس انت تبع عرف ان الجهاز ده اسمه الميكروشكو بالايه الضوء طيب يبقى اذا هنا الكائنات الوحيدة الخلاية دي لو ترى بالعينة المجردة وانما طرى بالميكروسكوب ولذلك يطلق عليها كائنات مجهرية وخالي بالاك الميكروسكوب هنا نوعه ضوئي لان في نوع تاني اسمه الميكروسكوب الالكتروني فأنت تبقى عارف إن الكائنات الدقيقة ديت لو ترى بالعنى المجرد المال بشوفها بإيه بالميكروسكوب الضوئي لؤدامي ده ولذلك اسمها كائنات إيه قال لك ولذلك اسمها كائنات مجهرية عشان ما بتتشافش اللي بالمجهر أو بالميكروسكوب ما الميكروسكوب هو المجهر طيب يبقى تاني كده يا مصدر يبقى الكائنات وحت الخلية هي كائنات دقيقة تتميز بمجموعة خصائص إيه خصائصها قال لك خصائصها أول حاجة أن هي جسمها بيتكون من خلية واحدة ولذلك اسمها وحيدة الخلية تاني حاجة أن الخلية بتاعتها دي غير متخصصة يعني غير متخصصة يعني بتقوم بجميع العملات الحيوان اللازمة لاستمرار للحياة رقم تلاتة ما بشوفهاش بعناي يبقى لها ترى بالعين المجردة وإنما ترى بالميكروسكوب الضوئي ولذلك يطلق عليها كائنات مجهرية يبقى لما يجي لك لي اسمها كائنات مجهرية تقول له لأنها لا ترى بالعين المجردة وإنما ترى بالميكروسكوب الضوئي طيب ليه الخلية بتاعت الكائنات ودهك غير متخصصة لأنها تكون بجميع العملات الحيوية اللازمة لاستمرار للحياة طيب ليه الكائنات الحية يطلق عليها اسم كائنات وحيدة الخلية لأنها جسمها يتكون من خلية واحدة طيب اديني أمثلة بقى على الكائنات وحيدة الخلية دي يا مسترخد عندك عندك أول حاجة في عندك فطر اسمه فطر خميرة فطر اسمه فطر الخميرة تمام عندك ده كائن وحيدة الخلية بيكون من خلية واحدة رقم اتنين عندك البكتيريا البكتيريا دي كائن وحيدة الخلية برضو بيكون من خلية واحدة جسمه بيكون من خلية واحدة رقم تلاتة عندك البروتوزوى 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 أقولها معي واحدة وحدة كده البروتوزوى 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 دي حكتين عندك الاميبة والبروميسيوم الاميبة والبراميسوم مع بعض كده اللي عليهم البروتوزوة طيب عندي بعد كده اليوجلينة 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 دي برضو كائن وحيد الخلية بل كائنات وحيدة الخلية عندك اللي بتسميها الكائنات الدقيقة عندك مين فطر الخمير ده كائن وحيد الخلية عندك البكتيريا كائن وحيد الخلية عندك البروتوزوة اللي هي الاميبة والبراميسوم عندك اليوجلينة يبقى فطر الخميرة البكتيريا البروتوزوة الأميبة والبراميسيوم واليوجلين تعال كده شوف شكلهم تحت الميكروسكوب لما بنحطهم وشوفهم تحت الميكروسكوب ده كده الشكل بالميكروسكوب الضوي بص شكل البكتيريا بقى تحت الميكروسكوب عامل ازاي بقى لما يجب لك الصورة دي يقول لك تعرف عليها دي شكل ايه تقول له بكتيريا طب ده الشكل تحت الميكروسكوب الحقيقي طب تعال بقى نشوف شكلها التخطيطي الشكل التخطيطي برضو تبقى عارف لها رسمتها يعني بنرسمها بالشكل اللي قدامك ده كده قال لك يبقى دي لما تقابلها دي اسمها رسمة البكتيريا طيب اللي في النص دي اسمها مادة وراصية تمام كده ودي طبعا لها جدار خلوي وطبعا الدوار اللي جواه دي اسمها رايبوسومات تبقى تاخدها يعني هناخد التركيب بتاعها يبقى دي كده شكل التغطيل للبكتيريا طيب بص كده تاني كائن واحدة الخلية عندك الاميبة لما بيش شكلها تحت الميكروسكوب هاي ده شكلها الحقيقي تحت الميكروسكوب قالك دي شكلها التغطيل يعني لما نيجي نرسمها بتترسم كده لما يجي بحيانك دي اسمها ايه الاميبة وطبعا دي بتتحرك بالاقدام الكاذبة اللي حوالها دي كلها اسمها اقدام كاذبة تمام طيب عندك تالت حاجة البراميسيوم البراميسيوم ده شكله تحت الميكروسكوب هو بيبقى بالشكل ده كده بيفكرني بنع للجزمة او بنع للصندل تمام بيبقى بالشكل ده كده برضه اللي يبقى هنا هو. ده كده اسمه البراميسيوم. وده طبعا بيتحرك بالاهداب. هتلاقي جسم كله محوض باهداب كده شعارات صغيرة وبتحرك بيها. طيب عندك بعد كده اليوجلينة. اليوجلينة بتبقى الشكلها الحقيقة هو تحت الميكروسكوب. وعندك ده شكلها التخطيطي بتبقى بالشكل ده. ماشي يبقى ده كده اليوجلينة. وده بتبقى تحرك بالصوت. اللي طلع منها ده كده اسمه الصوت او الاصوات. تمام? طيب. يبقى ازا انت عندك الكائناته حتى الخال عندك البكتيريا. عندك الاميبة. عندك البراميسيوم. عندك اليوجلينة. وخلي بالك ان الاميبة والبراميسيوم مع بعض اسمهم البروتوزوة. اسمهم البروتوزوة. البروتوزوة. مش كده? طيب. عندك بعد كده يقول لك علل تصنف البكتيريا والاميبة والبراميسيوم ضمن الكائنات الدقيق. ليه? بيصنفوا ضمن الكائنات كائنات الدقيقة هنقول له لانها اول حاجة هترجحها لتصنفها الاولين هتقول له لانها كائنات وحيدة الخلية لا ينكر رؤيتها بالعين المجردة وانما ترى بالميكروسكوب الضوي يبقى ده السبب اللي خليها كائنات دقيقة يبقى ليه البكتريا من الكائنات الدقيقة هتقول له لانها وحيدة الخلية لا ينكر رؤيتها بالعين المجردة وانما ترى بالميكروسكوب الضوي ليه البراميسيوم من الكائنات الدقيقة برضو نفس الايجابة لان وحيدة الخلية لا يرى بالعين المجردة وانما يرى بال ميكروسكو بالضبط طيب نتنايل بعد كده على النوع التاني من الكائنات وهي الكائنات عديدة الخلايا كائنات عديدة الخلايا الكائنات عديدة الخلايا دي يا مصدر قالك دي كائنات حية تتميز برضو بمجموعات خصائص تعال كده نشوف خصائص اول حاجة ان جسمها بيتكون من العديد من الخلايا مش من خلايا واحد لأ تادي العديد من الخلايا ولذلك يطلق عليها ايه عديدة الخلايا كائنات عديدة ايه الخلايا يبقى جسمها بالكون من العديد من الخلايا ولذلك يطلق عليها لكائنات عديد الخلايا رقم اتنين قالك خلاياها متميزة وخلي بالك من الاسم ده يعني ايه معنى كلمة متميزة يعني مختلفة عن بعضها يبقى معنى كلمة متميزة يعني مختلفة يعني بتختلف عن بعضها في ايه؟ في الشكل وفي التركيب في شكلها وفي تركيب يبقى خلاياها متميزة الخلايا مهاش شكل واحد مهاش استنبه واحدة لا الخلايا بتاعتها الخلايا دي تختلف عن الخلايا دي تختلف عن الخلايا دي مختلفين عن بعض في ايه حاجتين في الشكل وفي التركيب طيب يبقى ايزا تاني خلاياها متميزة يبقى الكائنات عديدة الخلايا الخلايا بتاعتها بتبقى متميزة بتختلف في شكلها وفي التركيب طيب رقم 3 احنا هنجفل كائنات وحدة الخلايا قلنا ان هي خلاياها غير متخصصة الخلايا بتاعتها غير متخصصة لانها بتقوم بجميع العملات الحوية اما هنا لا هنا خلاياها متخصصة يبقى ان الخلايا هنا متخصصة لغا تخصص بقى تمام قالك متخصصة في عملها كل واحد له شغله اللي عارفه يعني ايه قالك يعني لكل مجموعة من الخلايا عمليات حيوية محددة بتقوم بيها هم مقسمينة في سوم كده كل شوية خلايا بتقوم بعمليات حيوية محددة بتخصصها له بدا تخصصه يبقى اذا خلاياها متخصصة في عملها اي ان لكل مجموعة من الخلايا عمليات حيوية محددة طب رقم 4 هنا كنا بنقول اني حجمها صغير لترى بالعين المجردة كعينة ضدقة لترى بالعين المجردة وانما ترى بالميكروسكوب الضوء هنا لا هنا كبيرة الحجم النسبية مش يبقى هناك كانت صغيرة الحجم هنا لا كبيرة الحجم النسبية قال لك يمكن رؤيتها بالعين المجرد تقدر تشوفها بعينيك عادي تمام كده يبقى قادر اشوفها بعيني لكن هنا خصائص الكائنات عديد الخلايا ان جسمها يتكون من العديد من الخلايا ولذلك يطلق عليها كائنات عديد الخلايا خلاياها متميزة يعني مختلفة عن بعضها في الشكل والتركيب خلاياها متخصصة يعني لكل مجموعة خلايا منها عملية حيوية محددة كبيرة الحجم نسبيا ولذلك ترى بالعين المجرد طيب دي زي مين بقى الكائنات عديد الخلايا دي زي مين تخد عندك عندك زي النبات عندك النبات ده النباتات ديت من الكائنات عديد الخلايا عندك الحيوانات والكائنات عديد الخلايا عندك زي الفطريات من الكائنات عديد الخلايا الفطريات دي زي فطر اسم فطر عفن الخبز اللي بيخلي العش عفن وفطر عشر وغراب فطر عشر وغراب تمام طب يبقى ازا انت عندك الكائنات عديد الخلايا عندك النباتات الحيوانات الفطريات زي فطر عفن الخبز وفطر عشر وغراب خلي بالك ما تقولش فطر الخامرة هنا لان فطر الخامرة وحيد الخلية فعشان كده ما قلتوش هنا من ضمن الفطريات اما الفطريات عندت الخلية عفنا الخبز وعشر وراب تعال كده نشوف شكلهم النباتات عندك زي النخيل لو النخل البلح يعني النخيل ده كائن وحيد الخلية عندك زي الدرة نفس الحكاية كائن عديد الخلية يبقى النخيل كائن عديد الخلية والدرة كائن عديد الخلية طب الحيوانات زي ميل عندك الكلب كائن عديد الخلية الأنفد كائن عديد الخلايا طب عندك الفطريات زي فطر عفن الخبز تمام قالك ده كائن عديد الخلايا عندك فطر عيش الغراب اللي قدامنا في الصورة ده قالك ده كائن عديد الخلايا طب يجي يسألك يقولك علل ليه جسم الإنسان خلايا متميزة ومتخصصة معا جسم الإنسان الخلايا بتاعته متميزة يعني مختلفة عن بعضها في الشكل والتركيه وليه متخصصة يعني لكل مجموعة منها عمليات حوالها هتقوله الكلمتين اللي لا نسألهم دو تختلفة عن بعضها في حاجتين لإنها بتختلف عن بعضها في الشكل وفي التركيب طب ليه متخصصة بقى قالك متخصصة لإني لكل مجموعة منها عمليات حيوية محددة يبقى لها تخص لإني لكل مجموعة منها عمليات حيوية إيه محددة طيب تعالي يلا ما نحل أسئلة اختبر فاهمك يقولك اختر الإجابة الصحيحة أي مما يلي يمثل أصغر وحدة تركيبية في جسم الفيل أصغر وحدة تركيب في الجسم النسيج ولا الخلية ولا القلب ولا المعدة طبعا هي الخلية يبقى الخلية العصبية رقم اتنين الوحدة البنائية الأكبر في نبات الفول هي الوحدة البنائية الأكبر أكبر حاجة في نبات الفول جهاز ولا عضو ولا نسيج ولا خلية طبعا أكبرهم هيبقى الجهاز لإنه شامل كل دول جواه طب عندي بعد كده جميع الصفات التالية تميز اليوجلينة عادة كل دي بتميز اليوجلينة معادة أنها إيه اليوجلينة وحدة الخلية مصبوط من الكائنات المجارية صح لانها كائن دقيق تقوم بجميع الوظيفة الحياة صح لان خلاياها غير متخصصة الخلايا بتاعتها غير متخصصة فبتقوم بكله بتاعت كله دي تنتمي الى البروتوزوة لا البروتوزوة بتبقى براميسيوم واميبة فقط الاميبة والبراميسيوم دول البروتوزوة اما اليوجدنا مش تبع طب عندي بعد كده رقم اربعة اي الكائنات الحياة التالية تنتمي الى البروتوزوة من في دول تبع البروتوزوة اللي سألينهم الاميبة والبراميسو الاميبة والبراميسو عندي بعد كده اي الكائنات الحياة التالية خلاياها متخصصة يعني لها تخصص في عملها يبقى طالما متخصصة يبقى هنق كائن عديد الخلايا مش وحيد يبقى العديد الخلاياكم من البكتريا لا بكتريا دي واحد الخلايا الاميبة برضو لا لان دي من البروتوزوة وهي برضو واحد الخلايا يعني غير متخصصة البراميسو برضو لا لانه من البروتوزو وبردو غير متخصصة يبقى الفول آه لانه من النباتات والنباتات دي هات كائنات عديدة الخلايا وخلايا متخصصة من شكل فين الذي امامك اي مما يعبر عن اكس اكس دي يعني مش ترقه ما بين البكتيريا والبراميسوم طيب البكتيريا والبراميسوم الاتنين اوليات نواة اوليات نواة اه وعندك متخصصة لأ البكتيريا والبراميسيوم آآ خلاياها مش متخصصة آآ وحيدة الخلية ان البكتيريا وحيدة الخلية والبراميسيوم وحيدة الخلية مزبوط آآ البروتوزوة لأ هي البراميسيوم ولو من البروتوزوة اما البكتيريا لأ يبقى هنا هيبقى المشترك ما بينهم ان هي وحيدة الخلية الحاجة اللي تعطى ما بينهم اللي اتنين كده هم مشتركين فيها تبقى اكس دي تعتبر ان اللي اتنين وحيدة الخلية البكتيريا وحيدة الخلية والبراميسيوم نفس الحكاية وحيد الخلي طيب دلوقتي بقى هناخد الاساس التاني اللي هو اوليات النواة وفيه حقيقيات النواة يبقى نصرنا في الكائنات من حيث اوليات نواة وحقيقيات نواة طيب ايه بقى اوليات النواة دي يا مستر قالك اوليات النواة دي بتتمايز بعدة خصائص او بمجموعة من الخصائص الخصائص بتاعتها اول حاجة خدها عندك ان جميعها وحيدة الخلي يخلي بالك من كلمة جميعها يعني كلها كلها بتبقى وحيدة الخلية تمام قالك يبقى ازا اوليات النواة تعرفها زين هي كلها وحيدة الخلية ما تستسناش منها حد يبقى جميعها وحيدة الخلية رقم اتنين بسيطة التركيب بسيطة التركيب يبقى وحيدة وبسيطة بسيطة التركيب يبقى تركيبها بسيط رقم تلاتة صغيرة الحجم نسبيا صغيرة الحجم نسبيا يبقى حجمها صغير يبقى في تكريه كده وحيدة بسيطة صغيرة وحيدة بسيطة صغيرة يبقى وحيدة الخلية بسيطة التركيب صغيرة الحجم نسبيا دي كله في اوليات الايه النواة طيب رابعة حاجة قالك ان مادتها الوراثية وخلي بالك بقى من دي دي اللي بيتميزها قوي اللي بتعرفني ان ده اولي النواة ان مادته الوراثية موجودة في السيتو بلازم غير محاطة بغشاء نوي يعني ما فيش حوالها غشاء نوي مرمية كده في وسط السيتو بلازم عيمة في السيتو بلازم زي ما بنقول كده قال لك يبقى وليات النواة دي مادتها الوراثية بتوجد فين في السيتو بلازم غير محاطة بغشاء نوي ما حوالهاش صور كده يحميها من السيتو بلازم لأ هي بتعوم في وسط السيتو بلازم قال لك يبقى مددتها الوراسية التي وجدت في السيطة وبلازم يجر محاطة بغشاء ايه نواة طيب خمس حاجة او خمس خاصية من خصائص اوليات النواة وهي ان بيغيب عنها الكسير من عضيات الخلية عضيات الايه الخلية العضيات الخلية دي هي الحاجة اللي موجودة جوها الخلية الحاجة الصور الموجودة جوها الخلية من جو يبقى بيغيب عنها الكسير من عضيات الايه الخلية طب عندك زي ايه مثلا عندك مثلا بيغيب عنها مسلا جهاز جولج عندك مسلا بيغيب عنها الميتوكنديريا قال لك الحاجات دي كلها اسمها عضيات الحاجات دي كلها بنسميها ايه بنسميها عضيات طيب طيب دي بقى زي مين يا مستر قال لك دي زي البكتيريا دي بقى الكائنات اوليات النوادية دي زي البكتيريا يبقى هنا اوليات النواد نقول له بتتميز بعدة خصائص زي ايه قال لك جميعها وحتة الخلية دي بتنطبك على البكتيرانية وحتة الخلية. بسيطة التركيب. تركبها بسيط. صغيرة الحجم نسبيا. حجمها صغية. مادتها الوراسية توجد في الصيتو بلازم غير محاطة بغشاء نوي. رقم خمسة بيغيب عنها الكسر من عضوية الخلية. دي كده بالنسبة لأوليات النواة. بتاعنا كده نتنقل لحقيقيات النواة. عندك حقيقيات النواة بقى. حقيقيات النواة. قال لك رقم واحد قال لك دي قد تكون وحيدة الخلية وقد تكون عديدة الخلية. بقى دي بقى ما هيش كلها وحيدة وما هيش كلها عديدة. لأ في منها وحيد وفي منها عديد. يبقى هنا حقيقيات النواة قد تكون وحيدة الخلية او عديدة الخلية. اما هنا في اوليات النواة قد جميعوها وحيدة الخلية. يعني مفيش فيها ريحة العديد خالص. مفيش هنا عديد خلية في اوليات النواة. اما هنا في حقيقيات النواة لأ ممكن تكون وحيدة وممكن تكون ايه عديدة. رقم اتنين. هناك كانت بسيطة التركيب. يعني تركيبها بسيط. لأ هنا بقى جسمها اقصر تعقيدا جسمها اقصر ايه تعقيدا هنا معقدة مش بسيط طيب حقيقيات النواة قال لك بتبقى كبيرة الحجم نسبيا هناك في اوليات النواة كنا نقول لها صغيرة الحجم نسبي لا هنا هنقول عليها كبيرة الحجم نسبي يعني حجمها كبير رقم اربعة هناك كنا في اوليات النواة بنقول عليها ان مادتها المراسية بتوجد في السيتوبلازم غير محاطب وشانة ومرمية كده في وسط السيتوبلازم عيمة في الصيتوبلازم هنا في حقيقيات النواة لا هنا بقى مادتها الوراسية محاطة يعني في حواليها رشاء نووي بقى محاطة برشاء ايه نوو في حواليها رشاء نووي يفصلها عن الصيتوبلازم ما هيش عيمة في وسط الصيتوبلازم زي هنا هناك اتعيمة كده في وسط الصيتوبلازم وما فيش حواليها رشاء نوو لا هنا بقى مش عيمة هنا حواليها رشاء نوو بيحوت بقى رشاء ايه نوو بيفصلها عن الصيتوبلازم طيب عندك خمس حاجة هنا كان بيغيب عنها الكسير من عضيات الخلي لا حقيقيات النواية بقى بتحتوي على العديد من عضيات الخلي بقى فيها العديد من عضيات الخلي طيب بيبقاة يعني بحقيقيات النواية ممكن تكون وحيدة الخلية وممكن تكون عديدة الخلية جسمها اكسر تعقيدا كبيرة الحجم نسبيا مدتها الوراسية محاطة بغشاء نوي يفصلها عن السيتو بلازم تحتوي على العديد من عضيات الخلاية. لا مريف معين حقيقيات النواية خد عندك بقى. عندك اول حاجة اسمه فطر الخميرة وهي اليجلينة. دول وحيد الخلاية. فطر الخميرة واليجلينة دول وحيد لايه? الخلاية. بس وحيد الخلية يماله? حقيقي النواية. يبل لما نيجي نصوف نقول وحيد الخلية لانه جسمه بتكون من خلية واحدة بس في نفس الوقت ايه حقيقي النواة طبع حقيقيات النواة طب عندك مين كمان عندك زي البروتوزوة البروتوزوة دي اللي هي الاميبة والبراميسيوم الاميبة وايه والبراميسيوم برضو دي كائنات وحيدة الخلية يعني جسمها بتكون من خلية واحدة بس تصنف على انها وحيدة الخلية ايه حقيقيات نواة تمام عندك زي النباتات النباتات دي زي نبات الفور وعندك زي الحيوانات الراقية الحيوانات زي مين الاسد قالك النباتات والحيوانات دي بقى تصنفها مش هنقول عليها كائنات وحيدة الخلايا لان الجسمة بتكمل العديد من الخلايا قالك فهنا مش وحيدة خلايا هنا ان نسمىها عديدة خلايا بقى نسمىها عديدة ايه خلايا عديدة خلايا مالهق حقيقيات نواة طيب عندك كمان عندي زي الفطريات زي مين قالك زي فطر عفن الخبز وفطر عيش الغراب. فطر عفن الخبز وفطر عشو الغراب. اللي اتنين دول عفن الخبز ده اللي بيخلي العشي عفن. وعشو الغراب موجود في الغير. بيبقى عمل زي الشمسية كده بيطلع كده بيطلع عمل زي الشمسية. ده طبعا فطر سام. ماشي? طيب. اه ده كائنات عديدة خلايا. ده عديد الايه? الخلايا. خلي بالك. احنا قلنا فوق فطرة الخميرة. ما تطلق بطش في الفطرات. الفطريات عندك انت بتدرس ثلاث فطريات. الخميرة. وعفن الخبز وعشو الغراب. الخميرة وحيد الخلايا. اما عشو الغراب وعفن الخبز دول عديد الخلايا. تمام? بس كلهم كفطريات اللي متشبه ما بينهم اللي متشبه ما بينهم انهم كلهم حقيقيات نواية. بيندرجوا تحت حقيقيات الايه? النواية. لكن بيختلفوا في عدد الخلايا. الخميرة يتكون من خلية واحدة. اما آآ عفن الخبز وعشو الغراب بيقوم من العديد من الخلايا العديد من الايه من الخلايا تمام يبقى ازن مصطر تاني كده يبقى انت عندك الكائنات حقيقيات النوايا زي فطر الخميرة واليجلينا زي البروتوزوة اللي هي الاميبة والبراميسوم دول واحدة الخلايا زي النباتات كالفول والحيوانات كالاسد دول عديد الخلايا زي الفطريات اللي هو فطر عفن الخبز وفطر عيش والغرب دول عديد الخلايا يبقى تاني التصنيف ده مهمة اوي يبقى هنا تاني تصنيف بنصنف على اساس الكائنات وهي من حيث تركيب النواية بنصنف الحيوانات الى نوعين او الكائنات عموما بقى الى نوعين اوليات نواية وحقيقيات نواية كل واحدة من دي بتتميز بعدة خصاص اوليات النواية بتبقى جميعها وحيدة الخلية اما حقيقيات النواية قد تكون وحيدة الخلية او حديدة الخلية اوليات النواية بسيطة التركيب اما حقيقيات النواية جسمها اكثر تعقيدة اوليات النواية صغيرة الحجم نسبية حقيقيات النواية كبيرة الحجم النسبية اوليات النواية مدتها الوراثية توجد في السيتوبلازم دار محاطب غشاء نواب مرمية كده في وسط السيتوبلازم اما هنا لا مدتها الوراثية محاطب غشاء نواب يفصلها عن السيتوبلازم اوليات النواب يغيب عنها الكثير من عضيات الخلية اما حقيقيات النواية لا بتحتوي على العديد من عضيات الخلية طب اوليات النواية عندك البكتيريا هي دي من اوليات النواية طب حقيقيات النواية كتير بقى عندك زي فطرة الخامرة واليجلينا البروتوزوة اللي هي الأميبة والبراميسيوم النباتات كالفول والحيوانات كالأسد الفطريات زي فطرة عفن الخبز وفطرة عيش الغراب طب يجي يسألك سؤال لو لبي يجي يقول لك علل لميات تصنف البكتيريا على أنها أوليات نواية ليه البكتيريا بنصنفها من أوليات النواية يبقى تقول له لأن مادتها الغراسية توجد في السيتوبلازم غير محاطة بغشاء نواية يبقى لأن مادتها الغراسية مرمية في السيتوبلازم يبقى لأن صنفت البكتيريا على أنها أوليات نواية يبقى أنت تاخد بالك من رقم أربعة دي مهمة قوي هي دي اللي على أساسها هنجاوب طب يبقى إذن ليه بتصنف البكتيريا على أنها أوليات نواية هتقول له لأن مادتها الغراسية توجد في السيتوبلازم غير محاطة بغشاء ايه نواية طب هنا السؤال التاني يجي يقول لك تصنى في اليو جلينة على انها حقيقيات نواية ليه؟ هتقولوله ان مادتها الوراثية محاطة بغشاء نووي بيفصلها عن السيطة بلازم يبقى دي مادتها الوراثية محاطة بغشاء نووي بيفصلها عن السيطة بلازم اما دي مادتها الوراثية غير محاطة يبقى اوليات النواية ما فيهاش غشاء نووي اما حقيقيات النواية فيها غشاء نووي بيفصلها عن السيطة بلازم طيب تعال كده نشوف شكل الخلية هو اللي تطلع فقط بس مفيش منها تعرف شكلها عشان بتعرف احنا بنتكلم فيه دي النواة اللي موجودة جوه الخلية خلي بالك النواة بتتكون من ايه دي النواة الحقيقية اللي هي حقيقيات النواة النواة الحقيقية بتتركب من ايه تركب من اول حاجة غشاء نووي تقولنا ايه حقيقيات النواة ببقى فيها غشاء نووي بيفصلها عن الصياتوبلازم الصياتوبلازم هو النقط اللي برا دي النقط دي اهي شايفة استنى ما نجيب له اللازرة عشان تباين. قال لك ايه? حاجات دي هي السيتوبلازمة قدامك ايه? ايه السيتوبلازمة اعتبر هو ده. هو ده هو ده هو ده كده السيتوبلازمة. قال لك بص كده خليق محاطة بغشاء نوو. شايف انت الغشاء اللي لف حولها ده? قال لك ده كده اسمه غشاء نووي. ده كده اسمه غشاء ايه? نو. اهو. قدامك والمادة الوراسية اللي موجودة جوها النوية اهو ده كده الغشاء النوية زي صور كده محوض بمين محوض باللي في النص دي كده اسمها ايه اسمها نوية طيب وفي عندك اللي هي الحاجة اللي زي الفتل اللي جوا دي اسمها ايه اسمها كروماتين اسمها ايه كروماتين طيب وعندك اه في هنا سائل نووي جوا سائل نووي قالك ده سائل نووي. وعندك فيه الغشاء النووي اللي هو اللي ازرق اللي احنا رسمنا ده قالك ده اسمه غشاء نووي. يبقى ازن النوى الحقيقية اللي موجود جوى الخالية اللي بتلاقي فيها اللي اربع حاجات دول. بتلاقي فيها غشاء نووي. بتلاقي فيها نوية او نوية. بتلاقي فيها سائل نووي. بتلاقي فيها كروماتين. كروماتين ده هو المادة الوراسية بالنسبة لي. اللي احنا بنتكلم فيها. يبقى هنا بص كده على مادتها الوراسية محاطة بغشاء نووي. بيفصلها عن ايه? عن السيتو بلازم اللي برد ده. برد السيتو بلازم. في عشان كده بنعلها حقيقيات نوائي. يبقى حقيقيات النواوي بيبقى فيها غشاء بلازمي. بيفصل المادة الوراسية اللي هو الكروماتين بيفصله عن ايه? عن السيتو بلازم بتاع الخليل. اما هناك في اوليات النواة ما تلاقيش فيها الغشاية النواة ده بتلاقي المادة الوراسية عائمة في وسط السيتوبلازم. طيب تعال نتنيل بعد كده يجي لك الاشكال التي امامك والجدول التاني لها يوضح التركيب الضقيق لكل من خلية بكتيرية. طبعا البكتيرية احنا هنصنفها من اوليات النواة زي ما صنفناه. وخلية نباتية وحيوانية. الخلية النباتية والحيوانية انت كنت درستها في الابتدائي. دي هنصنفها على انها حقيقيات نواة. واعرفنا السبب للاقلات نواة وحقيات نواة. وانا اوليات نواة لاني مادتها الغراسية موجودة في السيتوبلازم على طول من غير غشاء بلازم يفصل. اما هنا غير محاطب غشاء نو يفصل. اما هنا مادتها الغراسية محاطب غشاء نو يفصلها عن السيتوبلازم. طيب تعالنا كده نشوف شكل الخلية اه البكتيرية. بص كده على شكل خلية خليقة البكتيري هى اللى قدامنا ديها سنة اولى دي خليقة البكتيري الى الزرق دي اقللك خليقة البكتيرى لو قدمش توبيصة على شكلها كده من الوهلة الاولى او من النظرة الاولى هتلاقي ان ايها التركيب تركيبة بسيط جدا اقترب من ايه? قالك خلي بلوها معي يج τη بتركب اللي فالنص خيوط الكتير اللي فالنص دا هى? مجزء ده كده اهو? قالك ده كده اسمه مادة ورصية هو ده المادة الو بتاعتي بقى دي اسمها المادة الورصية يا الكروماتين المادة الورصية لو تراحز هنا عي مفوسة السيتو بلازم السيتو بلازم مالي الخلية اهو قالك هي عي مفوسة السيتو بلازم اعتبر اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي مالي الخلية جسم الخلية من جواه ده كله هو السيتو بلازم يبقى المبيض ده سيتو بلازم كل ده اه فهي عي مفوسة السيتو بلازم هي زي ما انت شايف من غير رشاء حواليه فيش حواليه وشأن نوى. فعشان كده احنا قلنا ان هي اولات ايه نوان? قال لك يبقى هنا المادة اللي قدامك دي قال لك دي عيما في وسط ايه? دي اسمها مادة وراسية. عيما في وسط السيتوبلازم. يبقى اللاب يقدها نسميه سيتوبلازم. تمام? طيب. لو جينا نبص كده هتلاقي في كور كده. شايف الكور دي? الكور اللي ماليا الخلية دي شايفها? شايف شايف? الخلية كلنا اجي اسمها من جواه ماليا بالكور دي. الكور دي هنسميها ايه? قال لك هنسميها ريبو سومات. ريبو سومات. ريبو سومات. احفظ معي الاسماء دي. والاسماء دي مش غريبة عليك لان انت واخدها في الابتداء. في الخلية النباتية والحيوانية في سنة ست. فيبقى دي اسمها ايه? اسمها ريبو سومات. ريبو سومات. تمام? طيب. عندك بص كده هتلاقي من برا كده فيه صورين اتنين مبنين على بعض. صورين اتنين. فيه صور باللبن الخفيف. اللبن الفاتح لوام الجوه. شايف انت اللبن الفاتح ده. الصور ده صور. وبعده فيه صور بالازرق الغامق. اهو ازرق غامق. يبقى فيه لبني اللو اللازرق الفاتح. وفيه بعده ازرق بس ازرق غامق. اللو برا نحيط برا. اللازرق الفاتح اللي يمت جوه اسمه ايه? قال لك اسمه غشاء بالنزمي. يبقى اللازرق الفاتح اللي يمت جوه بنسمي غشاء ايه بالنزم اللو ده? ده اللازرق الفتح اليم متجوي. ده يرما يدور بقى كده لو هتلف. اسمه غشاق باللزم. واللي بر pin لازرق الغامق ده قالك هنسميه جدار خلوي هنسميه جدار ايه خلوي. يبقى غشاق باللزم مجدار خلوي. طب يبقى اذا من خلية البكترية خلية البكترية. بيبقى فيها غشاق. لو هنجيبها منبره لجود على كده اول و حاجة منبر كده جدار الحلوي. اللي بقى لازرق الغامق الصور كبير. تحتي على طول في غشاء بلازم تحتية على طول في عندك سيتو بلازم اللي هو المادة البيضة اللي جوه كلها اللي مالية الخليط دي اسمها سيتو بلازم في قلبها موجود حاجة اسمها الريبوسومات اللي هي القور دي اسمها ريبوسومات وكمان في النص كده قالك المادة الوراسية عائمة في النص هي اللي هي الخيوط الكتير دي قالك دي اسمها المادة الوراسية المادة لايه الوراسية طيب افتراضا انها مثلا انا عايز ارسمها افتراضا انا عايز ارسمها. بترسمها ازاي? قالك هتيجي اهو. لك هي. الشكل ده كده. ده كده جسم الخلية البكترية هي. وهتيجي من فوق. اغير كده. حط مسلا لون تاني. دول بيبقوا صورين على بعض. صورين على بعض وعتنس. بيبقى اللي جو اسمه غشاء بلازمة والمحيط بها من بر اسمه جدار خلوي. اهو عتنسى الحتة دي. بيبقى اللي احمر ده هنا اعتبر هو الجدار الخلوي. واللغدر اللي جوه ده اسمه الغشاء البلازم. طيب بعديها في المادة الوراسية هتحطها في النص هنا كده. دي كده المادة الوراسية بتبقى عيمة في وسط السيتو بلازم. السيتو بلازم. تعال نخليه مسلا باللون اللازر. ده كده السيتو بلازم هو. اللي مالي الخلية هو. اهو اهو اهو. وبعد هنا نحط هنا مسلا نحط مسلا هنا نخليها باللون الاصفر مسلا. حط هنا اللي هي الراي بصومات. بتبقى مالية الخلية كور كده. مالية الخلية هي. اهي. اهي. اهيه. الشكل ده كده اهيه. قال لك دي رايب وصومات. تمام? وفي الاخر بقى بتروح جاي. اه نعمل له هنا كده. الشكل ده كده هي. وروح جاي مخرجين. ده بتاعها من الاخر كده. قال لك يبقى دي كده شكل خليل بكترين. ده كده شكل خليل ايه? البكترين. يبقى انت عارف انها فيها فيها غشاء بلازمي. فيها جدار خلوي. فيها سيتو بلاز. فيها مادة وراسية. غير محاطب غشاء نوي. فيها رايب وصومات. خمس حاجات قدامكم. المطلوب منك حفز البيعنت بس. الرسمة مش مطلوب منك كرسم. طيب. تعال كده. عندك تعال نبص بقى على شكل الخليل حيوانية والخليل النباتية. بقى اللي قدام ي دي خلية حيوانية ودي كده خلية نباتية. الخضرة دي خلية نباتية والسفرة دي خلية حيوانية. لو جينا نبص عليهم هتلاقي في بينهم تشبه كتير في الكسر من العضيات. العضيات هي الحاجات الصغنانة اللي موجودة جواه كل خلية. دي نسمى عضيات. طيب. تعال كده نشوف ايه الحاجات اللي مشتركة ما بينهم. عندك هنا بص كده على ده. على كده نغير اللون. مسلا اللون اللغض. لو جينا نبص كده هتلاقي ده كده اللي فوق ده. اسمه ايه? قال لك ده كده موجود هنا في الخلية الحيوانية وموجود قصده في الخلية النباتية. ده بنسميه ايه يا لك? بنسميه جهاز جولجي. جهاز ايه? جولجي. طيب. بتنيل بعد كده. عندك تحته في هنا بص كده الغشاء الصور اللي محوط بالخلية ده من برا. شايف انت الصور ده? وشايف هنا هنا هتلاقي في صورين اتنين فوق بعض. خلي بالك في النباتية. الحيوانية ما فاشل لصور واحد. النباتية في صورين واربعا. في الصور اللي اغدر. اللي برا. اللي اغدر ده. وفيه تحته صورة صفر. اللي في حول الخلية ده يرمي دون لو اخب بالك منه. صورة صفر. في هنا اصفر وفوقه اغدر. انا اللي يهمني اللي اصفر اللي جوه ده. اللي اصفر ده اسمه ايه? اسمه غشاء بلازمي. هو اللي بيقابل الغشاء البلازمي بتاع الخلية الحيوانية هده. يبقى الخلية الحيوانية فيها غشاء بلازمي والخلية النباتية برضو فيها غشاء بلازم اللي يمت جوه ده. اسمه رشاء بلازم اللي باللاصفر ده طيب المبضى الصفرة اللي مالية الخالية دي كلها السائل اللي مالية للول الاصفر ده كله وهنا اللون الاخدر ده كله اللي مالية الخالية ده قالك ده بنسميه سايتو بلازم سايتو ايه بلازم طيب عندك كمان شايف انت الدوائر اللي هي اللي محوطة بالنواك ده اللي هي ملفوفة حوالي النواه هنا دي ونفس الحكاية الدوائر هنا ايه اللي ملفوفة حوالي النواه هنا ايه 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 كلها? قالك دي بنسميها ريبوسومات. طب عندك بقى النواة نفسها. النواة نفسها هيت. هنا هيت. ماشي. ناشي. هيت كده داير مادور. وعندك هنا هي برضو نفس الحكاية النواة قدامك هي. اليوم الجوة دي. قالك دي كده اسمها نواة. قال لك هنا اه مطلوب منك حفز البيانات برضو. مش مطلوب منك رسمة. مطلوب منك تحفز البيانات. فهنا دي اسمها نواة. ماشي. ودي نواة محطة بقشاء نواة. دي حواليها رشاء نووي من بره. يلا كيبقى النواة هنا حوالها رشاء ايه نووي? ليه? لان مادتها ما هياش عيمة في السيتوبلازم. زي هنا بص هنا هنا المادة الوراسية عيمة في السيتوبلازم. ما فيش حاجة حواليها تحميها. لأ اما هنا في حواليها. في حوالها رشاء نووي وهنا في حوالها رشاء نووي. السيتوبلازم بره. بالخليم كل ناحية. بس هنا المادة الوراسية جواية. محاطة الواحدة كده في رشاء نووي. وهنا نوية بس محاطب شخص ايه نوي? طيب. عندك كمان في إيه? ايه اللي حوالين النواة منبرة ده؟ قال لك اللي هو داير ميدور ده. قال لك دي اسمها شبكة اندو بلازماية هنا وهنا هي. قال لك دي محاطب بالخلاق بالنواة منبرة. دي اسمها شبكة اندو بلازماية عارف شكلها واعرف اسمها. طيب عندك كمان دي اسمها ايه 우دي اسمها ايه? قال لك دي اسمها ودي مركز الطاقة في الخلية. شركوا دي اسمهاreas. عادي وهتلاقي في بردو زياه هنا هي وهتلاقي في زياه هنا هي قالك دي بص حجمها هنا في الحيوانية عاملة صغيرة طيب بص في النباتية في زياه هي قالك بس هنا شوف في النباتية بتبقى حجمها كبير قالك فهنا الفجوة في النباتية كبيرة والفجوة في الحيوانية صغرنا لا قالك فدي بردو هنا في فجوات وهنا في فجوة تقالك بقى هنا في فجوة قالك بقى دي اسمها فجوة دي الحاجات المشتركة بين الحيوانية والنباتية بقى جهاز جولجي غشاء بلازمي سيتو بلازم ريبوسومات نوية محاطبة غشاء نوية شبكة اندوبلازمية ميتوكنديريا فاجو دي المشترك طب الحاجات المختلفة قالك ان الخلية الحيوانية فيها حاجة اسمها جسم مركزي لواسمتروسوم يقضي قدامك ده اللي بتطلع منه بعد كده حاجة اسمها خلية المغزل أثناء الانقسام قالك بقى هنا ده بقى مختلف يبقى هنا فيها الجسم المركزي لواسمتروسوم دم مش موجودة اللي في الحيوانية بس لكن مش موجود في النباتية ومش موجود في البكتيرين طب الخلية النباتية فيها ايه مش موجود في الحيوانية فيها حاجة اسمها بلاستيدات خضراء اللي قدامك دي تمام قالك يبقى ديه فيها حاجة اسمها بلاستيدات خضراء مش موجود في الحيوانية طب عندك فيها ايه كمان فيها جدار خلوي جدار خلوي ده اللي وسر لغدر اللي بره بقى المحاط بالخلية منبر ده اسمه جدار خلوي قالك ده برضو مش موجود في الحيوانية الحيوانية فيها غشاء بلازمي بس لكن ما فيهاش جدار خلوي أما النباتية فيها غشاء بلازمي اللي هو اللصفر الصور اللصفر وفيها جدار خلوي اللي هو الصور لغدر اللي قدامك ده فهان الاتنية نفس فكرة الخلية البكترية برضو فيها غشاء بلازمي وجدار خلوي يبقى الغشاء البلازم والجدار الخلوي تقرروا معاي فيه البكترية وفيه النباتين لكن التلاتة فيهم غشاء بلازم البكتيرية فيها غشاء بلازم والحيوانية فيها غشاء بلازمي والنباتية فيها غشاء بلازمي بل غشاء البلازمي موجود في الثلاث خلايا طب يبقى هنا الحاجات دي المختلفة يبقى اذا كده لو عملنا مقرنة سريعة بين الثلاث خلايا بقى هنلاقي ان اللي مشترك ما بينهم ايه هتلاقي مثلا هنا البكتيرية فيها غشاء بلازمي والحيوانية فيها غشاء بلازمي والنباتية برضو فيها غشاء ايه بلازمي اللي جوه ده وهنا فيه راي بسمات وهنا فيه راي بسمات طيب عندك كمان هنا فيه سيتوبلاز وهنا فيه سيتوبلاز وهنا فيه سيتوبلاز التلات خلايا فيهم السيتوبلاز طيب طيب ايه بقى الحاجات المختلفة تعالى بقى هنبدأ نعمل مقارنة بقى في الجدوى اللي هو بيكلمنا عنه ده هيبقى هنا ما بين الخلايا البكتيرية في عمود والخلايا الحيوانية في العمود التاني والخلايا النباتية البكتيرية الوحدة كده بنسمها اوليات نواية والحيوانية والنباتية مع بعض اسمهم ايه حقيقيات نواية طيب تعالى كده نبدأ اول حاجة من حيث الجدار الخلوي جدار الخلوي موجود في البكترية وموجود في النباتية يبقى موجود في الاتنين دول لكن مش موجود في الحيوانية مش موجود فين في الحيوانية بل الحيوانية ما فيهاش جدار خلوي لان فيه غشاء بلازمي بس طب الغشاء البلازمي اللي هو غشاء الخلية ده موجود في التلاتة تلاتة فيهم غشاء بلازم في البكترية موجود في الحيوانية موجود وفي النباتية موجود طيب من حيث وجود النواة النواة موجودة في الحيوانية وفي النباتية لكن ما فيش نواة في البكترية لو جيت ترجع هتلاقي مادة وراسية بس اللي موجود اما هنا في نواة وهنا في نواة قال لك اما هنا ما فيش نواة في البكترية بقى موجودة في النباتية والحيوانية ومش موجودة في النباتية هنا النواة هتقول له موجودة في الحيوانية وفي النباتية لكن مش موجودة فيهم في البكترية طب من حيث السيتوبلازم السيتوبلازم موجود في التلات في الحيوانية والنباتية والبكترية طب جهاز جولجي جهاز جولجي مش موجود في البكترية. بس موجود في الحيوانية وفي النباتية. طيب اللي هو جهاز جولج اللي قدامك فوق هنا ده. ده اسمه جهاز جولج. موجود هنا وهنا في الحيوانية وفي النباتية. لكن مش موجود في البكترية. طيب. عندك الريبوسومات. الريبوسومات موجودة في التلات خلايا. في البكترية وفي الحيوانية وفي النباتية. الشبكة الاندوبلازمية اللي هي كانت محوطة بالنواية. قالك دي مش موجودة في آآ البكترية. البكترية هنا مفيش حوالها شبكة اندوبلازمية. اما هنا لان اصلا مفيش نواة. اما هنا في نواة لك ومحوطة مبرة بشبكة اندوبلازمية لقدامك دي دي اسمها شبكة اندوبلازمية. اهي دي شبكة اندوبلازمية. ودي نفس الحكاية في شبكة اندوبلازمية هنا برضو. اهي. اللي يبقى هنا دي موجودة في الحيوانية والنباتية بس مش موجودة في البكتيري. عندك الميتوكنديريا. الميتوكنديريا. الميتوكنديريا دي مش موجودة في البكترية بس موجودة في النباتية وفي الحيوانية الميتوكندرية هنا هي الميتوكندرية هنا هي في الحيوانية وهنا هي في النباتية لكن مفيش ميتوكندرية هناك في البكترية بإذن موجودة في النباتية والحيوانية بس طبعا عندك الجسم المركزي الوالسنتروسوم ده مش موجودة الا في الحيوانية بس لكن مش موجود لا في البكترية ولا موجود في النباتية هو موجود في اين موجود في الحيوانية فقط ده الجسم المركزي اللي هو ده جسم المركزي ده الوالسنتروسوم مش موجودة الا في الحيوانية. طيب عندك البلاستيدات الخضراء. البلاستيدات الخضراء هي من اسمها خضراء يعني خاصة بالنبات يعني ازا دي خاصة بالخلايا النباتية فقط. لكن مش موجودة لا في البكترية ولا في الحيوانية. موجودة في النباتية ايه فقط? طيب عندك وجود الفجوات. الفجوات ديت ما قابلتهاش لا في الحيوانية والنباتية. بس في الحيوانية بتبقى حجمها صغير. اما في النباتية بتبقى حجم الفجوة ايه? كبير. قالك لكن مش موجودة في البكترية اهي الفجوات قدامك اهي شايف الفجوات هنا الفجوة في الحيوانية بتبقى صغيرة اما الفجوة في النباتية بتبقى ايه كبير اما هنا مفيش فجوات حلوس كده طيب يبقى اذا نستنتج بقى من اللي فات ده ايه قالك نستنتج اول حاجة ان انت عندك اه الخلية البكترية والحيوانية والنباتية التلاتة دول بيشتركوا في ايه واحد بيشتركوا في الغشاء البلازمي اللي هو غشاء الخلايا رقم اتنين بيشتركوا في السيتو بلازم انهم كلهم فيهم سيتو بلازم بيشتركوا في الريبوسومات ان التلاتة فيهم ريبوسومات التلاتة خلايا فيهم غشاء بلازمي فيهم سيتو بلازم فيهم ريبوسومات طب رقم اتنين الخلية النباتية بتشترك مع الخلية الحيوانية في ايه النباتية والحيوانية اللي اتنين مشتركين فيه خد عندك اول حاجة اشاء بلازم اللي اتنين فيهم اشاء بلازم اللي اتنين فيهم نواة اللي اتنين فيهم سيتو بلازم دي الحاجات المشتركة اللي اتنين فيهم عضيات اللي اتنين فيهم ايه عضيات العضيات دي اتقلك زي خد عندك عندك الجهاز جولجي عندك ريبوسومات عندك شبكة اندو بلازمية موجودة في الاتنين عندك ميتو كونديريا موجودة في الاتنين عندك فجوات موجودة في الاتنين والحاجات دي مشتركة ما بين النباتية والحيوانية فيها غشاء بلازمي فيها نواة فيها سيتو بلازم فيها عضيات زي جهاز جولجي ريبسومات شبكة اندو بلازمية ميتو كوندريا فجوات طيب عندك الخلية النباتية بتختلف خلي بالك من كلمة بها تختلف عن الحيوانية في ايه النباتية مختلفة عن الحيوانية في ان النباتية حواليها جدار خلوي ده مش موجود في الحيواني عندك معاها بلاستيدات خضراء دي مش موجودة في الحيواني موجودة في النباتية بس عندك كمان حجم الفجوة عندها كبير بقى كبر حجم الفجوة الفجوة بتاعت النباتية بتبقى حجمها ايه كبير لك يبقى كبر حجم الفجوة يبايزا النباتية بتختلف عن الحيوانية في ايه في ان فيها جدار خلوي فيها بلاستيدات خضراء وحجم فجوتها بيبقى كبير طب الحيوانية بتختلف عن النباتية في ايه ايه الحاجه اللى موجوده فى الحيوانية مش موجوده فى النباتية قال Torahك موجود جسم مركزى الي هو السنتروسوم دا موجود فى الحيوانية بس بس مش موجود فى النباتية عندك كمان تتميز بصغر حجم الفجوات الفجوة بتاعتها بتبقى صغر несنانة لو هنيجي انكارنها بالنباتية يبقى صغر حجم فجوات تمام كده تمام طيب تعالى نحل يلاسوا السؤال ده طيب يلاك كده نحل السؤال ده يجي بلك يأكمل شكل فين بما يناسبهم أرقام العبارات التالية. هنا ما اديك aliike خلايا خلايا نباتية. وحيوانية وبكتيرية. بوهم لك من اوليات النواية. من اوليات النواية. هو اولية النواية ديها اللي هي بتبقى وحدة الخلية فقط. طعيب هي. هي وحدة الخلية عندك هتبه هي دي طبع البكتيرية. البكتيرية دي من اولية النواية دي رقمة كام ورقمها واحد. يكتب واحد هنا. طيب يقول لك تحتوي على بلاستيدات خاضرة. دي خاصة بالنباتية بس. نيجامonas الخلايا النباتية اللى تخصوها بس ونكتب بلاستيدات 5 تكتبها هنا. طب بيقولك تحتوي على جسم مركزي. عنديك الجسم المركزي اللى ماش كده. آآ الجسم المركزي خاص بالخلايا الحيوانية بس. قلليك فدي يبقى تبعه لخلايا الحيوانية بس. قل يتحط هنا في خنة الخلايا الحيوانية. طب عندك مادة ورائصية بس محاطة بجشاء نووي شارت عليك شارت قالك محاطة بجشاء نووي. طب محاطة بجشاء نووي موجودة في في النباتية وفي الحيوانية لكن مش موجودة في البكترية. يبقى هتحطها في الاشتراك ما بين النباتية والحيوانية فقط. بقى دي رقمها اربعة تحط اربعة هنا مسلا. طيب. طيب عندك بعد كده تحط بجدار خلو. الجدار الخلو ده موجود في النباتية وفي البكترية فقط لكن مش موجود في الحيوانية. يبقى هتحط ما بين النباتية والحيوانية في الاشتراكم ما بينهم بيقى دي رقم خمس طب عندك بعد كده تحتوي على السيطبلازم السيطبلازم موجود فيهم التلاتة يبقى تحطه في النقطة المشتركة embraced 3 دواير يبقي هناك ده يبقى رقم ست طيب عندك تحتوي على فجوات الفجوات دي موجودة في النباتية وفي الحيوانية فقط يبقى ازا ان دي رقم سبعة تحطه في النقطة المشتركة ما بينهم هنا بس. ال بيقى ده كده حل السعيد. طيب تعال لك كده يلا يجو لك بقى في ضوء ما سبق يوضح المقطة التالي تصنيف الكائنات الحية تبعا لنوع الخلايا بدا التصنيف ده تبعا لنوع الخلايا فالكائنات الحية بنصنفها الى اوليات نواة وحقيقيات نواة اوليات النواة جميعها كائنات وحيدة الخلية زي مين زي البكتيري اما حقيقيات النواة بتصنف نوعية في ايه وحيدة الخلية وفي عديدة الخلية وحيدة الخلية زي الاميبة البراميسيوم الاميبة والبراميسيوم دول مع بعض كده اسمهم البروتوزوة وعندك الوجلينة وعندك فطر الخمير وعندك الكائنات عديدة الخلية دي بتتصنف الى نباتات وحيوانات وفطريات الفطريات عندك فطر عفن الخبز وفطر عيش الغراب اما النباتات زي الفول الحيوانات زي الاسد تمام طب تعالى كده يجي يقولك حل البيانات المخططة السابق ثم اجل ما تصنيف كل من البكتيريا وفطر عفن الخبز طب الروح البكتيريا مصطر لما نيجي نصنفها تهم الاول هي وحيدة الخلية يعني بتكون من خلية واحد ولما نيجي ناخد من حس تركيب النواة بتاعتها قالك هي ديات من اوليات النواة بقى نقوله البكتيريا ديات كان وحيدة الخلية لما نيجي تصنف تبدأ الاول بانه عدد الخلية بقى وحيدة الخلية وبعدهن نجيب تركيب الخلية دي جهوها نواية نجيب تركيب النواة تركيب النواة بتاعتها هنقوله اوليات نواية بقى نقوله اوليات نواية بقى نقوله البكتيريا كائن وحيدة الخلية اولي النواة طب فطر عفن الخبز هتو من اوله فطر عفن الخبز نصنفه طبع الوحيد ولا العديد لا العديد يا مصطر بقى ده عديد الخلية طبع انهي فئة من النواة قالك طبع حقيقيات النواية بقى هنقوله هنا كائن عديد الخلايا حقيق النواية عديد الخلايا حقيق النواية طب نيجي بعد كده يجي يقول لك حدد وجه التشابه ووجه الاختلاف بين البكتيريا والأميبة نشوف الأول ما متشابين فيه البكتيريا والأميبة اللي اتنين وحيد الخلايا اللي اتنين وحيد لأيه؟ الخلايا قال لك ما هنقول له كلاهما يعني اللي اتنين وحيدة الخلايا يعني بيتكونوا من خلايا واحدة طب الاختلاف ان البكتيريا من حيث النواية هي اوليات نواي البكتيريا اوليات نواي اما الاميبة الاميبة طبع حقيقيات النواي طبع حقيقيات الايه النواي اللي هي حقيقيات النواي لان مادتها الوراسية محاطة بجشاء نواي ماشي قال لك فهنا يبقى الاميبة طبع حقيقيات النواي اما البكتيريا طبع اوليات النواي طب يجي يقول لك حدد وجه التشابه برضو والاختلاف بين فطر الخميرة وبين فطر عيش الغرام التشابه ان هما الاتنين طبع الفطريات يبقى وجه التشابه انه هنقولك لاغمة من الفطريات اللي بتنتمي لايه قالك اللي بتنتمي الى حقيقيات النواة يبقى لاغمة فطريات طب حقيقيات الايه النواة طيب اللي اختلاف قالك ان انت عندك فطرة الخميرة ده من الكائنات وحيدة الخلية اما فطرة عشر غراب من الكائنات عديدة الخلية من الكائنات عديدة الخلية طيب يبقى اذا انت عندك فطرة الخميرة وفطرة عشر غراب اللي اتنين تشابهما بينهم واجهة تشابهما ان اللي اتنين ايه بينتموا لحقيقيات النواية تبع حقيقيات النواية طب اما الاختلاف ما بينهم ان الخميرة وحيدة الخلية اما عشر ورابة عديد الايه الخلية طب ايه قلنا اتقارم بين الكائنات وحيدة الخلية وعديدة الخلية تعال الله اتقارم ما بينهم كائنات وحيدة الخلية من حيث اول حاجة تركيب الجسم جسمها من اسمها وحيدة الخلية بجسمها بتكون من خلية واحدة اما عددت الخلية جسمية تكون من العديد من الخلية من حيث تخصص الخلية الكائنات وحيدة الخلية الخلية بتاعتها بتبقى غير متخصصة يعني بتقوم بجميع العمليات الحاوية اما هنا الكائنات عددت الخلية بتبقى متخصصة متخصصة يعني كل مجموعة خلية لها عدد من العمليات الحاوية بتقوم بيه طيب عندك هنا من حيث الحجم الكائنات وحيدة الخلية بيبقى دقيقة بتبقى كائنات دقيقة الحجم لها ترة بالعين المجردة وإنما بالميكروسكوب الضوء ولذلك اسمها كائنات مجهرية أما الكائنات عديدة الخلايا بيبقى كبيرة الحجم نسبية بتبقى كبيرة الحجم هي نسبية ترة بالعين المجردة بدي لها ترة بالعين المجردة أما دي ترة طب من حيث تركيب النواية وحيتة الخلية جميعها بيبقى أول النواية أما عديدة الخلايا اللي بتبقى حقيقية النواية طيب أمثل عندك الكائنات وحيتة الخلية زي فطر الخميرة فطر الخميرة ده كائن وحيد الخلاية. ماشي? عندك زي البكتيريا. دي وحدة الخلية. عندك زي البروتوزوة اللي هي الاميبة والبرميسو. ديه وحدة الخلاية. عندك وحيد الخلاية. اليوجلينة وحدة ليه? الخلاية. خلي بالك وحدة يبقى احنا هنا بناخدهم منحيس ايه? منحيس عدد الخلاية. يعني وحد الخلاية. عشان سنفنهم كده. بشيء تمام? لكن خلي بالك عشان ما حتش يقول لي ايه يا مصدر? طب ما هنا ازاي انت قلت على مثلا فطر الخميرة ان هو اول النواية واحن وقضるين فوق في التصنيف لو جنة نطلع على التصنيف كده هتلاقي ان انت عندك آآ فطر خميرة بيندرك تابع حقيقيات النواية وهو واحد الخالية آه بس تابع حقيقيات النواية فطر خاميرة هو هقول لك ان هنا مصنفهم التصنيف هنا على حسب عدد الخلاية فقد على حسب عدد لايه الخلاية طيب عندك هنا آآ الكائنات عديد للخلاية بقى زي ايه لكن الجسمه بتقوم ان خلايا كتير عندك النباتات الحيوانات فطر عفن الخبز فطر عشره دي كانت عديد الخلايا طب تعال كده هناخدهم من حيث اوليات نواة وحقيقيات نواة هنبدأ اول حاجة بتركيب الجسم اوليات النواة جسمها وحيد الخلايا جميعها وحيدة حقيقيات النواة اقصر تعقيدها طب من حيث الحجم اوليات النواة صغيرة الحجم نسبية اما حقيقيات النواية كبيرة الحجم نسبية طب من حيث المادة الوراثية اوليات النواية المادة الوراثية بتاعتها موجودة في الصيطبلازم غير محاطة بغشاء نووي اما حقيقيات النواية بتبقى محاطة بغشاء نووي يفصلها عن الصيطبلازم طب من حيث عضيات الخليج اوليات النواية بيغيب عنها الكثير من العضيات اما حقيقيات النواية تحتوي على العديد من العضيان. امثلة على اوليات النواة. اوليات النواة عندك البكتيريا. دي من اوليات النواة. اما حقيقيات النواة عندك زي الفطريات. اللي هو فطرة الخميرة. فطرة عفن الخبز. فطرة عيش الغراب. كل ده من حقيقيات النواة. عندك زي البروتوزوة. الامبيبا والبراميسو. عندك اليجلينا. عندك النباتات. عندك الحيوانات كل دي كائنات عديدة الخلايا كل دي كائنات حقيقيات نواية كل دي كائنات حقيقيات نواية طيب تعالى بقى ندخل في حاجة اسمها الخلايا الجزعية الخلايا الجزعية طيب ركز بقى في الخلايا الجزعية دي بقى نروح خلايا الجزعية كلمة الخلايا الجزعية اللي هي بتسمى بخلايا المنشأ تسمى ايضا بخلايا الايه خلايا المنشأ اه يعني ايه قال لك المنشأ ده اللي هي البداية يعني المنشأ ده اللي هي البداية اللي بدأت منه يعني ده الخلايا البداية اللي بتتولد منها جميع خلايا الجسم او بتنتج لي جميع خلايا الجسم قال لك الخلايا البداية اللي بينتج عنها او بتولد جميع خلايا الجسم قال لك وليزالك بيسموها خلايا جزعية اللي هي خلايا منشأ اللي هي البداية اللي بيتولد منها جميع خلايا ايه الجسم طيب بيقولك إيه يقولك أنت لما بتروح مثلا تزور قرية زي قرية الفخار قرية الفخار دي موجودة فين؟ هتقوله بمدينة اسمها مدينة الفستات ماشي هتلاقي فيها إيه? قالك هتلاقي فيها تحف مختلفة الأشكال من الفخار أي زي ما احنا شايفين قدمنا في الصورة كده تحف فنية هي مختلفة في شكلها قالك بيصنعها مين من اللي صنع التحف ديت؟ الفنانون المصريون صنعها منين من كتل طين السلصال من قطة الطين الايه? السلصال. طب يعني الطينة ده هي بتاعت السلصال قرط الطين دي قدروا منهم يشكلها ويخلها اشكال مختلفة. شكل اللي قدامك ده. ممكن من نفس الطينة ديت يعملو الشكل ده. ممكن من نفس الطينة ديت يعملو الشكل ده. وهكذا يعملوها اشكال مختلفة اهو. يبقى هو الاصل واحد. دي بنسمع المنشأ. او البداية. البداية واحد. بس النتيجة مختلف. بداني شكل. مختلف عن شكل. مختلف عن شكل. مختلف عن شكل وهكذا بس هم كلهم لو رجعتهم لاصلهم اصلهم ايه اصلهم بداية واحدة بس اتحولت لاشكال مختلفة اهو نفس الفكرة الخلايا الجزعية كده اللي يبقى هنا اللي هي بتسمى خلايا المنشأ والبداية يبقى زي مطين بتاع السلصال ده بيتحول الى اشكال عديدة من الفخار فبرضه في نوع من الخلايا يمكنها التحول الى انواع عديدة من الخلايا يبقى زي مستلصال بيتحول الى اشكال عديدة من مستلصال برضو في نوع من الخلايا يتحول الانواع عديدة من الخلايا موجودة فين دي بقى لك موجودة في اجسام الحيوانات الراقية والانسان يبقى توجد في الحيوانات الراقية وفي الانسان تمام طيب الخلايا دي بنسميها ايه بنسميها الخلايا الجزعية او خلايا المنشأ طيب ايه هي الخلايا الجزعية او خلايا المنشأ هي خلايا غير متميزة انا خدنا كلمة التمايز ديها في الكائنات عديد الخلايا قلنا الكائنات عديد الخلايا ايه قالت خلاياها متميزة يعني مختلفة في الشكل وفي التركيب طب يبقى اذا معنى بقى ان هي غير متميزة هي متميزة بس يعني مختلفة في الشكل والتركيب طيب غير متميزة يعني معنى ان هم متشابهة في الشكل والتركيب شكلها واحد يعني مهاش مختلفة لأ هي كلها شكل واحد قالت يبقى خلايا غير متميزة لها القدرة قال لي بالك من تلمة القدرة به على التحول والتمايز يقول لها القدرة النية تعمل حاجة النية تتحول وتتميز تميز النية تغير من شكلها شفت انت قرة السلسل كانت قرة يعني كان كلها شكل واحد هي في الاول تحولت لاشكال مختلفة نفس الفكرة هنا هي الخلية الجزائعة خلية غير متميزة يعني لها شكل واحد اعتبرها هي قرة طيب السلسل القرة ده هي او الخلية غير متميزة دي لها القدرة انها تتحول وتتمايز يعني تختلف في الشكل بتتحول وتتمايز لا هي انك الى جميع خلايا الجسم المتميز يعني جميع خلايا الجسم المختلفة تمام? لان احنا جسمنا مليان العديد من الخلايا المختلفة في عندك خلايا اعصاب في عندك خلايا معوية في عندك خلايا خلايا كبدية وغيرها يعني فانت هنا الخلايا الجزائية هي خلايا غير متميزة يعني هي شكلها واحدة بس لها القدرة على التحول وعلى التميز الى جميع خلايا الجسم المتميزة طيب والتي تؤدي كل منها كل خلايا بقى من الخلايا دي بتؤدي ايه ان لك وظيفة متخصصة ان الخلايا المتميزة انا اتفقنا واحنا بناخد اه الكائنات عديدة الخلايا ان نقولنا خلايا متميزة ماشي وقلنا ان الكائنات عديدة الخلايا دي بتبقى خلايا متخصصة يعني ايه يعني ايه متخصصية قال لك يعني بتؤدي كل منها وظيفة متخصصة بتؤدي كل منها وظيفة ايه متخصصة تمام يبقى اذا انت ان الخلايا الجزعية هتقول له هي خلايا غير متميزة يبقى في الاصل غير متميزة تبقى شكلها واحد بس رغم انها غير متميزة قال لك بس لها القدرة على التحول والتميز لها القدرة انها تتحول والتميز الى ايه قال لك الى جميع خلايا الجسم المتميزة يعني تدينا اشكال مختلفة من خلايا الجسم لها القدرة او التي تؤدي كل منها على وظيفة متخصص خلايا غير متميزة لها القدرة على التحول والتميز الى جميع خلايا الجسم المتميزة اللي بتؤدي كل منها وظيفة متخصصة دي كده الخلايا الجزعية طيب الخلايا الجزعية بقى ناخدها في الانسان بص كده دي خلية جزعية في الانسانية الاصل واحدة هي غير متميزة بل الخلايا الجزعية دي دي كده اعتبر دي خلايا جزعية غير متميزة يعني هي غير متميزة يعني هي مصدر مش مختلفة هي شكلها واحدة هي شكلها البداية واحدة كلها اعتبار هي قرة السلصال او خلية المنشل وغير متميز يعني شكلها واحد زي ما احنا شايفين كده طيب بس ادرة الخلية دي لها القدرة على التحول وعلى التمايز يعني لها القدرة انها تديني اشكال مختلفة يعني بس كده الخلية ده هي ادرة انها تديني خلية عصبية شوف شكلها عامل ازاي طيب يبقى كده حصل عملية تحول او تميز طيب بس كده نفس الخلية هي شكل واحدة هو بس قدرت انياتي digging خالية معاوية بصة الشاكلها عامله ازاي مختلفة عن الاول نية دي مختلفة عن دية بقى هنا دا اسمه التمييز اهو بقى بص كده هي الخالية واحدة هي خالية جزاء اللي بدأنا here قالك خالية المنشأ هي قالك بس قدرت تتحول لخاليها كبيدية قالك هي شوف شكلها مختلف عن الاتنين اللي قابلها الثانين شكل مختلف في تميز ما بينهما يعني فيه اختلاف في الشكل عندك هي الخالية واحدة هي اللي بدأنا من قالك بس ممكن تتحول لخلية عضلية هي شايف شكل خلية العضلات مختلفة هي قالك يبقى زي ما كرة الصرصال الدتني اشكال مختلفة نفس الفكرة الخلية الجزعية او خلية المنشأ قالك هي بتبقى برضو غير متميزة وبتديني اشكال مختلفة من الخلية المتميزة قالك يبقى هنا ممكن الخلية الجزعية تتحول لخلية عصبية في المخ ممكن تتحول لخلية معوية في الامعاء ممكن تتحول لخلية كبدية في الكبد ممكن تتحول لخلية عضلية في العضلات تمام طيب قال لك يبقى إذن هنا دي بقى أمثلة على تحول هناخد بقى أمثلة لبعض الخلية المتخصصة النتيجة عن تحول الخلية الجزعية خلي بالك بقى الخلية اللي نتجه دي كلها من الخلية الجزعية قال لك دي خلية متخصصة يعني الخلية العصبية دي متخصصة يعني متخصصة الخلية المعوية دي متخصصة متخصصة يبقى الخلايا الناتجة دي كلها خلايا ايه متخصصة يعني كل واحدة لها وظائف محددة بتقوم بيها تمام طيب يبقى مثلا العصبية وظيفتها نقل الاشارات العصبية لما دي وظيفة العصب غير وظيفة الامعاء غير وظيفة الكبد غير وظيفة العضلات كل واحدة لها وظيفة يبقى حيني خلايا غير متميزة تمام بتتحول الى خلايا متميزة دي الخلايا الجزعية طيب يبقى اذا هنا تعال ناخد خصائص الخلايا الجزعية دي خصائصها ايه؟ تمتاز الخلايا الجزعية بعدة خصائص خصائصك هي خلايا جزعية ياخد عندك واحد قدرتها على تجديد نفسها من خلال عملية اسمها الانقسام تنقسم الخلايا تبقى اثنين واللي اثنين يبقى اربعة واللي اربعة يبقى تمانية والثمانية والستاشر وهكذا تسمى انقسام قالك وانتاج المزيد من الخلايا الجزعية يبقى اول حاجة قدرتها عليه على الانقسام دي اول ميزة بتميزة الخلايا الجزعية طيب رقم اتنين قدرتها على التمايز الى انواع متخصصة من الخلايا الموجودة في الجسم اهي ده قدام عناها ظهر دلوقتي قدرتها على التمايز الى انواع متخصصة من الخلايا تديني انواع متخصصة زي الخلايا العصبية زي الخلايا المعاوية دي خلايا متخصصة زي الخلايا الكبدية زي خلية العضلات قال لك دي كلها خلايا متخصصة يبقى ازا قدرتها على التمايز الى انواع متخصصة من الخلايا الموجودة في الجسم يبقى إذن خصائص الخلايا الجزائية أول حاجة قدرتها على تجديد نفسها من خلايا لانقسام وين قدرتها على التمايز إلى خلايا متخصصة أو إلى أنواع متخصصة تقدرنيها تتميز إلى أنواع متخصصة من الخلايا يبقى قدرتها على التمايز إلى أنواع متخصصة من خلايا يبقى تاني يبقى خصائص الخلايا الجزائية أتقول له قدرتها على تجديد نفسها من خلايا لانقسام وينتاج المزيد من الخلايا وين قدرتها على التمايز إلى أنواع متخصصة من الخلايا الموجودة في الجسم. طيب يجي لك يخلي بالك تختلف وظيفة الخلية تبعا لاختلاف تركبها. حتى دي يخلي بالك منها تجي لك اكمل او اختر. يبقى وظيفة الخلية راجعة بتختلف تبعا لاختلاف التركيب بتاعها. فعلى سبيل المساء. يؤدي بناء النسيج العضلي. النسيج العضلي. تركيب النسيج العضلي. بيتركب من ايه? قالك بيتركب المفروض من خلايا عضلية طويلة. خلايا بتاعته بتبقى ايه? طويلة. يبقى النسيج العضلي ازي اللي قدامنا دي شايف خلايا بتبقى المفروض خلايا طويلة كده. ليه? قالك عشان تؤدي وظيفة الانقباط والانبساط. لان العضلات بتنقبض وتنبست. فلازم الخلية تكون بتاعته طويلة. عشان تؤدي وظيفة الانقباط وايه? والانبساط. يبقى ازا وظيفة الخلية راجعة لتركيب الخلية. طب. فاذا يبقى انت عندك مثلا لو خلية عضلية. النسيج بتاحها او الخلية اللي بتتكون منها بتبقى ألياف طويلة أو ألياف عضلية طويلة اللي هي طويلة عشان تمكنها من أداء وظيفة الانقباض والانبساط يبقى يؤدي بناء النسجل عضلي من خلايا عضلية طويلة إلى إيه قال لك إلى تمكنه من أداء وظيفة الانقباض والانبساط يتني ويفرد مشي تنقبض وتنبسط بلك يأمل الباحثون في أن تساعد دراسة الخلايا الجزعية على إيه أول حاجة على زيادة فهم كيفية حدوث المرض ماشي يبقى الخلايا الجزعية دي بتساعدنا إن إحنا نزود فيه هنا أكتر إزاي المرض ده بيحصل إزاي قال لك فعند متابعة تمايز الخلايا يمكن فهم متى تتحول إلى خلايا سليمة أو مرضية من خلال متابعية لتمايز الخلايا أقدر أفهم هي إمتى الخلايا تتتحول لخلايا مرضية وإمتى تتحول لخلايا سليمة طيب رقم اتنين يأمل الباحثون كمان إيه إنتاج خلايا سليمة تحل محل الخلايا المصابة إن من خلال الخلايا الجزعية نقدر ننتج خلايا سليمة تبقى محل الخلايا اللي أصيبت بالأمراض طيب رقم ثلاث قال لك يأمل الباحثون إيه كمان قال لك اختبار الأدوية الجديدة قبل استخدامها لمعرفة مدى سلامتها وفعليتها حيث سيتم إنماء الخلايا الجزعية في المعمل ومعالجتها بالدواء محل الاختبار بيعملوا عملية إنماء ماشيه للخلايا الجزعية في المعمل نموي يعني للخلايا الجزعية في المعمل قال لك بيزرعوها بيزرعوا خلايا جزعية فتنموا قال لك فلما تنموا قال لك بيعالجوها بالدواء الجديدة ويشوفوا نتيجة أهليها قبل ما يجربوا على البناء أدميه قال لك يبقى اختبار الأدوية الجديدة قبل استخدامها لمعرفة مدى سلامتها وفعليتها حيث يتم إنماء الخلايا الجزعية في المعمل ومعالجتها بالدواء محل الاختبار يبقى هنا يأمل الباحثون في ثلاث حاجات أول حاجة زيادة فهم كيفية حدوث المرض فعند متابعة تميز الخلايا يمكن فهم متى تتحول إلى خلية سليمة أو مرضية رقم اثنين إنتاج خلايا سليمة تحل محل الخلايا المصابة والأمراض رقم ثلاثة اختبار الأدوية الجديدة قبل استخدامها لمعرفة مدى سلامتها وفعليتها حيث يتم إنماء الخلايا الجزعية في المعمل ومعالجتها بالدواء محل الاختبار طيب يقول لك بقى أن أثبتت التجارب العلمية فعالية العلاق بالخلايا الجزعية في بعض الأمراض زي مثلا فشل نخاء العظام أمراض القلب والشرعين مرض السكر الحروق نياتة جديدة الجلد تاني وبناء خلايا جلد جديدة طيب يجي يسألك سؤال يقول لك هل يمكن أن تكون أوليات النواة خلايا جزعية خلي بالك أوليات النواة دي بتبقى وحيدة الخلية أوليات النواة دي بتبقى وحيدة الخلية جميعها وحيدة الخلية فدي ممكن وبتبقى خلاياها كمان غير متخصصة طيب وحيدة الخلايا بتبقى غير متخصصة فدي ممكن تكون خلايا جزعية مستحيل ليه؟ قال لك لا لأن أوليات النواة بتتكون من خلية واحدة وياردتها خلية واحدة ومتخصصة لا تتكون خلية غير متخصصة يبقى تتكون من خلية واحدة ايه؟ متخصصة الخلية ده هي بتقوم بجميع العمليات الحاوي دي بقى تقوله لان الاوليات النواية بتتقوم من خلية واحدة غير متخصصة بتقوم بجميع العمليات الحاوي الخلية غير المتخصصة ده هي اللي بتقوم بجميع العمليات الحاوي بينما الخلايا الجزعية دي في الاصل خلايا غير متميزة بس بتتحول الى الخلايا متميزة يبقى هي خلايا غير متميزة بس تقدر انها تتحول لخلايا ايه متميزة تديني اشكال مختلفة من الخلايا متميزة ومتخصص كل خلية لها تخصص معي خلية عصبية لا متخصصة في نقل الأعصاب والإشارة العصبية خلية معاوية خلية مش عارف عضلة وهكذا هي خلية غير متميزة بتتحول إلى خلية متميزة ومتخصصة في حقيقيات النواة كلام ده بيحصل في حقيقيات النواة زي الحيوانات الراقية وزي الإنسان خلي بالك ما السؤال ده مهم هل يمكن أن تكون أوليات النواة خلية جزائية هتقوله لا لأن أوليات النواة تتكون من خلية واحدة غير متخصصة تكون بجمع العمليات الحيوية بينما الخلية الجزائية خلية غير متميزة تتحول إلى خلية متميزة ومتخصصة في حقيقيات النواة في الإنسان والحيوانات الراقية طيب يجي أخطبر فهمك اختر الإجابة الصحية أي مما يعبر عن البراميسيوم طيب أنت عندك البراميسيوم والأميبة اللي تندل من البروتوزوة طيب والبروتوزوة دي إيه لك البروتوزوة هي وحيدة الخلية ماشي بس النواة بتاعتها نواة حقيقية يبقى حقيقيات نواة يبقى أنا أقول له وكائن وحيد الخلية ماشي بس أول النواة لا غلط الغلط هنا في أول النواة كائن عديد لا عديد ده هشتوبها من أولها لأنه وحيد الخلية مش عديد الخلية كائن وحيد ماشي حقيقي النواة من حقيقيات النواة مظبوط أي وهي دي يبقى لي جاي بها تبقى كائن وحيد الخلية وحقيقي النواية وحقيقيات النواية لان المادة الوراسية محاطة بيشأن نواة. هنا بقول لك كائن عديد الخلية. لا هي البراميلسون بتكون من خلية واحدة مش عدد الخلية بقزن دي غلط برضي. طيب عندي بعد كده ييجي يقول لك رقم اتنين كل العضيات التالية تتموجد في الخلية النباتية. كل دول موجودين في الخلية النباتية معاة ايه. الريبسومات موجودة. جهاز جولجين موجود في الخلايا النباتية الميتوكندرية موجودة في الخلايا النباتية بقى اللي مش موجود هو الجسم المركزي اللي هو السنتروسوم ده اللي موجود في الحيوانية بس طيب عندك رقم تلاتة اي الكائنات الحياة التالية تحاط المادة الوراثية لخلايا بغشاء نوي المادة الوراثية تكون محاطة بغشاء نوي في حقيقيات النواية حقيقيات الايه النواية مين حقيقيات النواية البكتيريا لا البكتيريا من اولها كده اولات نواية بإذن هستبعد الاختيار ده لأنه في بكتيريا الفول والبراميسيوم ده من حقيقيات النواة الفول آه نبات من حقيقيات النواة والبراميسيوم من البروتوزوة اللي هي وحيدة الخالية آه بس حقيقيات النواة صح إذن هي دي الإجابة بس نكمل برضه الأسد آه من الحيوانات هو حقيقي النواة ماشي بس البكتيريا لأ إن البكتيريا من أولاية النواة اللي يقدر محاطب غشانوي للمندة الوراسية بتاعدي هنا البكتيريا فقط لا بكتيريا برضه مادتها الوراسية برمحاطب غشانوي لأنها من أولاية النواة طيب رقم أربع يجيب لك جميع ما يلي من خصائص حقيقيات النواة كل دي تخص حقيقيات النواة إلا إيه أو معادة إيه معادة النية كائنات جميعها وحيدة الخالية حقيقيات النواة حقيقيات النواة بيبقى في منها إما أنها تكون وحيدة وحيدة الخالية أو حالية الخالية فهنا بيقول لك جميعها وحيدة غلط هي كلمة جميعها دي اللي غلط هنا طيب كبيرة الحجم نسبيا حقيقيات النواة بتبقى كبيرة الحجم نسبيا ايوة صح تمثل معظم الكائنات الحية حقيقيات النواة دي هي فعلا تمثل معظم الكائنات الحية ايوة تمثل معظم الكائنات الحية طيب تحتوي على العديد من العضايات ايوة فيها العديد من العضايات يبقى اذا اللي مشتبههم يبقى وبيللك ما عادة ايه بقى يبقى ما عادة اول واحد هي دي اللي مشتبهها يبقى انها كائنات جميعها وحيدة لايه الخلية طيب عندك رقم خمسة يجي لك ايا مما يعد وجهة للشبه بين الخلية البكترية باعيز وجهة للشبه يبقى التشابه بين البكترية وبين ورقة النبات بتاعة الترمس هي ورقة النبات دي يعني خلية نباتية وهنا الخلية البكترية طيب عايزين وجهة التشابه ما بينهم وجهة التشابه هو وجود جسم مركزي جسم مركزي موجود اللي واسم ترسوم وجود في الحيوانية بس لكن لا موجود لا في النباتية ولا موجود في بكتيريا يبقى ازا وجود جسم مركزي لا وجود نواة حقيقية انت البكتيريا مغايش نواية لكن هنا موجودة في النبات يبقى ازا هو عايزت تشابه ما بينه يبقى ده مش واجه شابه يبقى ازا دي برضو لا طب هنا موجود جدار خلوي البكتيريا فيها جدار خلوي والنباتية اللي هو نباتة ترمس في جدار خلوي اي وهي دي يبقى هي دي وجود جدار خلوي طب وجود نواة اولية لا مش موجود نواة اولية لان هنا نواة حقيقية في نبات الترمس لأن ده خلايا نباتين يبقى إذن الإجابة اللي متشابهما بينهما الاتنين هوما الاتنين فيهم جدار خلو رقم 6 يجي له الجميع ما هي لي من مميزات الخلايا الجزعية ما عدا إيه اللي مش مميزاتها أنه جميعها خلايا متميزة لا أنت عندك الخلايا الجزعية بتبقي خلايا غير متميزة خلايا غير متميزة مش متميزة يبقى إذن ده غلط طيب نجي هنا قدرتها على الانقسام الخلايا الجزائية بتتميز بالقدرة على الانقسام أيوة مظبوط قدرة بعضها على التحفيز أيوة هي بتنقسم ولها القدرة على التحفيز قدرتها على التجديد المستمر أيوة عن طريق الانقسام يبقى إذن اللي مشتبهها أن هي جميعها خلايا متميزة هي دي اللي بتبقى مشتبهها اللي هي رقم واحد لأن الخلايا الجزائية بتبقى خلايا غير متميزة بس لها القدرة على التحول والتمايز أو هي لها القدرة أنها تتحول وتتميز يعني تديني الخلاية متبازة طيب احنا هنقف لحد هنا كده الدرس خلص استنوا ان شاء الله هنعمل حلقة تانية لنحل فعل أسئلة عشان منطول شوقت الفيديو يلا كان معكم مصدر أبراهيم السيد ما تنساش تحط لايك للفيديو الفيديو بفكرك تاني انت بتحط اللايك على فيديوهات بتهد ما بتبنيش وبتحطه وانت فرحان ما بالك بقى ده فيديو تعليمي يعني بيبني ما بيهدمش ان شاء الله يعني ان حسابه كذلك فانت خلي نيتك كده وانت بتحط اللايك انه هيوصل لواحد تاني زميلي او هيوصل لواحدة تانية زملتي فتتفرج عليه فتستفيدها كمان فان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله بالنية دي ماشي لان ضغطتك اللايك دي معناه ان هو الفيديو ده هيروح لواحد تاني يتفرج عليه غيرك فانت كده نشرت الفايدة وخدت حسنات من غير اي حاجة تمام يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا الليل الليل انت استغفروك وقتولك السلام عليكم